اشتركوا في القناة 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 أنه العائلة وكذا لأنه كما نقوله لو حكمنا بالحالين نظن أنك كما نقوله مقتنع بوشركة دير وعاش بيتك ولكن الحمد لله هل أنه من قبل كنت من صغرك تطمح أنك تكون بيب ولكن عادت تطمح مخران بعدك يلحكت توفوقت في البكالورياج معدل المليح قال يا ودي ما تروحش تقرامي شعار فلسفة ولا علمي نفس رحذير الطب لأنه لا الله حقيقة أنا الطب كان يعني فاغامو عن حب الطب لأنه أنا كل ما كنت صغير كنت نروح نزور المستشفيات كانت عندي جداتي مريضة جداتي مسكينة هذي كل ما تمرض ندوها مسكينة لسبطار فليماج والصورة عن الناس المرضى هذيك في المستشفيات كانت أثر فيها بالزبزب خاصة وأنه ما كانش كالإمكانيات فكنت نحلم كنت نقول إن شاء الله يوما ما إذا ربي اكتب لي أني نولي طبيب نعاون نمسكين نعاون الناس نعاون يعني المرضى هذو ونخفف من الآلام التاحهم فكنت حطها كهدف وبعد ذلك سبحان الله ربي فرج علي أني يعني درت الطب وتوجهت إلى كلية الطب فكانت أيضا رغبة الوالدين الوالدين كانوا يقولوا لي يا سينا يعني ماذا بينا أننا نقرف وكلش وماذا بينا ما تنساش القلاليل والناس اللي ما عندهم مش وبحاول أنك بحاول أنك تساعد الناس قدر المستطاع خاصة وأنه مهنة الطب يعني مهنة نبيلة واللي كما على بلك أنه الأطباء يسمونه بملائكة الرحمة يعني الناس يخفوا ألم الناس وكلش فكل هذه يعني المعطيات هي اللي خلتني أني نختار الطب ونختارها يعني بكل حب وبكل ثيقة مليح وبعد ذلك قرأت الطب وبدت تقرأ نظن أنك ثاني كما حكيتنا أنك كانت عندك تجربة خاصة في الجامعة خاصة في الجامعة يعني نظن أنه كان عندك مشارك لف ايه روح كمل وبعدنا في الجامعة لما ادخلت كلية الطب لأنه كلية الطب كما تعرف حتى دراسة الطب صعبة ما يشمم الحاجة يعني السهلة فتطلب جهد تطلب تركيز تطلب يعني اهتمام بالموضوع لأنه بعد هذا هو الشيء اللي راح يعمل الفارق أنك تخرج طبيب يعني كوف أو لا طبيب هي كل أطباء يتخرجوا ولكن بعدين تعمل الفارق من ناحية يعني التكوين ومن ناحية العلاقات ومن ناحية يعني أشياء أخرى فأنا دايما نصح لأطباء نقول لهم مودي ما تخلوش كل تفكيركم أنكم تدخل تتعلم ولا كل ما يعطى لك أنت تعاود ترجع فماذا بيك في كلية الطب ولكن تستفيد من أمور أخرى من أمور أخرى أنك تتعلم يعني التواصل مع الناس تعلم الكومينيكاسيون تتعلم يعني تتعرف على عقليات أخرى تتقبل أفكار الناس الأخرى دايما تحط تحديات ترسم طريق النجاح وهذا الأشي كنت أنا نديرها من كنت يعني في الكلية الطب تقريبا كل أصدقائي يعرفوني يعني كنت إنسان طموح بزا 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 وبكل توضع يعني أسأل نقول هالك يا زوخ زوخ رأى الناس إذا قدرتش عيش رمع شار وشلأ قدرت وراهم نافخين رواحهم متأمش عقلك رأهم مناطيد لا الحبوش نفوخه خلاص فكان عندي دايما طموح فوجدت يعني صعوبات في المشوار الدراسي يعني كما تعرف أنه كان ظلم تأساتذة أحياناً كان ظلم تأدارة ومعا كنت أنا يعني ممثل الطلبة فتخيل أنه كل إنشغالات الطلبة وكل مشاكلهم أنت تكون الأذن الساغية لهم وتكون يعني منبع الأمل لهم فتخيل أنك ممثل الطلبة يكرهوه الأساتذة والله هي تربح جيها وتخسر جيها يا إما تربح الطلبة وتخسر الإدارة يا إما تربح الإدارة وتخسر الطلبة ولكن الإنسان بالحكمة تعاوا أنا كنت رابحهم للأثنين لأنه كنت تقريباً أتعامل بالديبلوماسية أكثر يعني نشوف القضايا ونحاول كما يقولون ناس بكري ما جواع ذيب بكري رأي فالإنسان كان يعني عنده حين كهكاك والحمد لله ربي كانوا مسخرنا العباد كانوا يحترمونا كطلبة وكإدارة بجرد ما يكون هناك مشكلة ولا الروح نتناقشوا وأهم من هذا واللي نوصع لها الناس هو أنه الحوار فالإنسان لازم أنه يتقبل آراء الآخر دون أن يعني يتنرفز ولا دون أن يشتم ولا دايما يكون في المستوى تعوم مستوى راقي فأحيانا كانوا يكونوا هناك إصدامات يعني المشوار الدراسي فأنك هناك طلبة ظلمة هناك طلبة مساكين محرومين يعني أبسط الحقوق بتاعهم سواء في خاصة الناس اللي داروا الانترنا في اللي سيتي هذو اونيفرسي تاريتو فيجوا يحكوا لقعن الهمة بتاعهم فأنك تحاول أن تكون الميدياتي أو تكون الانترميديار ما بين الإدارة والطلبة والحمد لله يعني هذا الشي خلاني نكسب شخصية قوية وخلاني نفهم تقريبا كل فئات المجتمع خاصة أن الجامعات خليك تتعرف على 48 ولاية من كل العقليات من كل الجهات كانت بالنسبة لي يعني فرصة رائعة ما نقدرش ننسى يعني بلك من أحلام مراحل في الحياة تاعي أني عندما كنت طالب وبعدين يعني الحمد لله سنة بعد سنة والإنسان والكيمون يقولوا إحنا يتعرف على ناس والأساتيذاتهم يحترموني وأنا أقدرهم بزبزب ناس اللي قرروني وقع والإدارة ثاني إدارة كلية الطب التاسيدي باللعب بس أحترمها كثير كثير يعني يعني أنا نوجه لهم تحية بالمناسبة لهم يسمعوا فينا وكلش الناس كانوا متفهمين ويحاولوا يساعدوا الطلابة قدر المستطاع ومن بعدها جاء اليوم تعالى التخرج إذا عندك أسئلة تقدر تطرحها خلال مشوات الدراسة إذن نرجع النقطة هذه تعالى النشاط اللي هي نهملوها هنا الكثير في الجزائر الدول العالم العربي وهي النشاط خارج الدراسة هم مهمين جدا لأنه في سوق العمل المبعد نظن أنك خاصة كطيبين هنا نحكي لك من وجهة نظر إنسان يعمل على الروبوتات يعني ما عندهم مش مشاعر وما عندهمش نفسية ومع هذا نحتاج أني نعود عندي هذوك السوفت سكيلز أنا مش عايش في واحد يفوفو قار عايش في عالم يعني نحتاج معنا سعداء أخرين كاين الكلاينت كاين الإنسان اللي نتعامل معاهم ممكن تيكنيك أنا لاني نخدم على الروبوت وسأكي نروح نخدم في مشروع نخدم على الإنسان اللي يخدم تري سيتي مع الإنسان اللي يخدم الأوتوميشن ونظن أنه هذو السوفت سكيلز ما تقدرش تعلمهم نظرين تقرأ ألف كتاب بتاع هذا كسمها داي الكارنيجي هذا كتاع هوتو ميك فرنز ما يفيد كوالو كلما تعودش كما نقولوا كما يقولوا من لم خالط الناس ويصبروا على أذاهم لازم تخالط الناس أذى منهم لازم تصبر لازم تعرف وين وين تتكلم تنتاء وكتا تكون ديبلوماسي وكتا تكون صيدامي وكتا تكون تقبل بالحلول النص وكتا لا لا قال يا أخويا هذي هو المنديش وهذه تتتعلمها أحسن وقت تتعلمها وانت طالب وانا نقول لها لهم طالبة ساعتي بتصوير نقول لهم شوفوا في مدامك طالب أصدم روح أخطأ الوقت أنه واحد ما يضحك عليك يقول لك طالب ومتعرفهاش الناس تضحك عليك ومبعد يقول لك هذي طبيب ومتعرفهاش مهندس ومتعرفهاش لازم هذا رك وقت أنك تروح تخطئ وتغلط وكان بعض مع أنه سمح لي زفير أنا أختلفت هذي تعكم يقول لك أنت إنجينير ومتعرفهاش ولا أنت طبيب ومتعرفهاش أنا معاك لا والله هذه بزافة أنا بزافة الناس يسقسوني يسقسوني نفتح قوسين ونخليك الناس بزافة يقولون لي يسقسوني في عدة مجالات في عدة مجالات أنا حتى في التخصص تايو أحيانا لأفقه أشياء فأنا تعلم تعلمت حاجة من واحدة اللي بروفيسر هنا اللي ما شاء الله يعني بالرغم من أنه بروفيسر ويعني وقاري لا ميتسين كما قال على أعلى مستوى ولكن يقول لك ما نعرفش وما يحشمش لما يقول لك ما نعرفش حنا لا بمجرد ما تكون أنت إنجينير ولا طبيب يقولك كيف ها ما تعرفش تا طبيب ما تعرف خطراش حتى بلق أشياء بسيطة في الكمبيوتر ولا في الأخر ما تعرفهمش انتها تنسى مع حكم أنه الإنسان عنده يعني يومية جديدة وكلش حتى يعني ما تقدرش تفهم قعفلي ما تقدرش تكون عندك دينانسيون وحكاك جينيغاليتو صح ما تقدرش أنك توليم بكل المواضيع فهذه النقطة اللي حبيت نقول على الزوبير نوافقك أنا أنا بدأت هم منظور يعني ما تعرفش ممكن حاجة بسيطة ولا حاجة اللي كان المفروض أنك تسقصي فيها وديرها وانت طالب يعني ما تخافش يعني معك يعني ممكن طالب سقصي مهما كان ذك السؤال بلك جايح روح جرب سقصي أفهمه لأنه من بعد رك تعود في نرجع لك موضوع التب يعني كما نقول حال نماريث قدامك معدكش الهامش تأخطأ بسيطة وهذه ثانية رك موضوع منيش حاب ندخله في الموضوع ولكن أنت رتو جدا مهم وهذه الله أعلم ما نعرفوش نقول الله ولو تقول العباد قالي سقصيني في مجالي أنا ثاني مجال روبوتيك مانيش خبر فيه في كلش عندي مجالي اللي هو برمجة الروبوتات قال سقصيني فيه نجاوبك تخرج لي في مواضيع كما نقول هنا بلك الإلكتريك سايد تاعه والميك سايد يقولك الله أعلم كان عباد خدمت ويقرات الاتين سناغير على هذه ليجا الروبو ولا تشوفه كما السيارة ولا واحد رح القوي ولا رح السيد اللي يدار الديزاين تاع مرسيدس ما يعرفش البنوة تحابه مخدوم وما يقدرش يقولك المحرك تحابك مخدوم كل واحد عنده اختصاص هذا جد ونقطة صح هذا لازم تعلمه ثاني يقوله الله أعلم حاجة من عرفه ولكن لا غالب من المجتمع يجيب الإنسان في التلفزيون يهدر لك على الكورونا يهدر لك على الفوتبول يحكي لك على الدين يحكي لك كل شي بالضغط زوبير خويا قلت لي واحدة نقطة مهمة قلت لي الإنسان لما يكون إيتديون يخاف أنه يطرح الأسئلة لأنه يبلو السؤال يعني بات يعني جايح جايح فتخيل هذا النقطة مهمة تخيل أنه أعظم الاكتشافات اللي قدمت في الطب والأخر كانت بسؤال يقول لك اسأل ما تخاف ما منتها يبلغ جايح سأله قالوا واحد زايد واحد هيات مين بس أقول لك ما عليش تطرح ما تخاف ما تخليش الحاجات تبلغ بديهية اللي ربما أنت تبلغ بديهية وكخيف أنك تسألها ربما تحرك بزاف عقول تعباح يتيب وتحرك بزاف مشاريع يعني علمية منطقة البحث هو أنه أيضا تعاوض تسأل بديهيات يعني مثلا أنك الإنسان دائما يكون في مجال البحث ويكون مثلا عنده مسلم يقول لك مثلا إذا درنا هذه فهذه دائما الإنسان يجب أن يطرح علىه ويكون نخم في جهة أخرى كينا أو لم يكن كما هي كما إن شاء الله بعد نحك عن الفاكسين كما علاج الفاكسين كين طرق أخرى اسكو كين طريقة واحدة أخرى من غير أنك تحكم فيروس المضاعف ويجعله طرق أخرى وهو سؤال كي تطرح للسؤال البديهي يجعلك ممكن تشوف تبدأ طريقة بحث من جهة أخرى اللي هو والواحد خبن فيه من قبل صح هذه النقطة هذرت وكما رجعت لك هذي ثاني ترجع ل لا أقولك موضوع متشعب يتبدأ من التربية من الصور طفول صغير هنا نعملوه بلع فمك تعرف خير من الكبار نبدأ من العائلة وروحنا للمدرسة قال لك الأستاذ ومبعد مش كأنه ما تقدرش تلوم واحد الأولياء مساكنين يخدموا على الشر هم يجوفوا في الليل تعباني مش قادر ثاني كما قلت تأسي له هذيك المعلم عنده خمسين طفول في القسم كون ينجم يبقى يسمع الأخر ما يتحرك ما عندهوش الوسائل الوسماء هذه الوعرة في مجتمع هذا نجع هي يعني مدرسة الحياة مدرسة الحياة هذا هو اللي راح تساعدك وهي اللي راح تعمل الفارق أنك تكون طبيب يعني كفأ أو طبيب يعني عادي فكما قلت أنت أفور دفخي كونتي المنطالية تعد الناس بزاف وتتصادم مع المشاكل ويسرأ وليس بزاف سوالح في حياتك تتعلم تتعلم كيف تتعلم مع الناس تتعلم كيف تتعلم مع البوسطاء تتعلم كيف أنك تتعامل مع كل طبقات المجتمع يعني باختلاف عقلياتهم باختلاف إيديولوجياتهم باختلاف يعني دياناتهم فالإنسان القوة الشخصية وتعدد الفكري والإنفتاح هو اللي مكنه ويخليه أنه يكون طبيب كفأ لهذا من هذا المنظر المذبير الطلبة لهم يسمعوا في هذا البودكاست أنهم يختالطوا بالناس ويحاولوا أنهم يكتشفوا أبسط الأشياء ويكتشفوا العقليات الأخرى لأنه في الحياة تحكم مهنة رح تساطفوا عجوز ربما مسكين أمي ما يقدرش يعني يوصل لك المعلومة ولكن بالبساطة تاعك وبالإنسانية تاعك رح تفهم الحاجة اللي تخلي أنه طبيب يكون كفأ أو طبيب عادي هو يقول لك الخبرة التي يديها في الحياة أنك عندما تكون متخرج من الطب ديبلوم على شهادة الطب ولا شهادة الدكتورة في الطب خاص عندك يكون عندك ديبلوم الحياة ديبلوم الحياة هذا يخليك أنك تعمل الفارغ فقلت لك ما يكون يجي عندك شيخ ربما لا يفقه يعني ولا مسكين أمي ولا فكين بزاف أطباء ما يحسوش بهذا الناس وعندهم هذك لورغي ولا ما يتصنط لاش ولا ما يتواضع لاش ويهدى الله بلونغاش تاعة ربما يجون الناس من القرى ربما يجون الناس من الدشرات ربما يجون فلاهم فالإنسان ما يحاول أنه يهدر معه بالفرنسية ولا يجوغ يقلل من قيمته ولا ما يتوشيش ولا ناس بزاف شو الطبيب يليق يكون قريب للإنسان يليق ما تخليش هذه المساحة تعبينك وبين المريض خاص تقرب لأنه هناك ناس بزاف أنا يعني بخلال مسئلتي على العملية أتخاف الانتوروغاتوار تعال الإنسان اللي يديرها يعني مع المريض تكتشف المرض وتكتشف الفليباتولوجي وأحيانا بزاف ناس كانوا يعانوا على مرة السنين والمرض تحتهم فقط نفسي موش عضوي كامل وبمجرد ما يروحوا للأطيباء يعطوهم غيد دوا غيد دوا بالعكس هو بالك كان محتاج إيه سيونس بركة طهير روحي فهذه الأشياء كل هالإنسان يتعلمها بخلال يعني الممارسات اليومية من خلال أنه طبيب ثاني وراء إنسان يتمشها القهوة يروح للإصطاد يتلاقى مع أصحابه يعني هذا اللي يشانج هذا كولتورال هو اللي يساعد إنسان بزاف بزاف يعني لابي بروفيسيونال وهذه في رأيك يسين اللي هنا كم يقول بالإنجليزي اسمهم صفت سكيلز ولا المهارات الشخصية كما تحكي خاصة في الطب يعني ما هيش كما تقدر نقوله أنا المهارات نقوله أنا نعود إنسان بسايكوبات ولا نعود نعود ما نيش نسملاح قد نتعلم هذه المهارات الشخصية في إطار البيع قال بزنسمان ولا سيلزمان نبلعط بالصح لا يعني إنسان يحب البشر ولا يحس بهم ولكن في إطار الطب مختلف الأمر أنه باش يعدك مهارة الشخصية رامر طبطة أنك صحرك تحاب الخير ذلك الناس يعني كما نقوله يفاكي هل في رأيك كما نقوله باش يتعلم هذا الإنسان لازم له ثاني تعد كان إرادة منه ولا تعد لازم ندخله مش عارب لك في الطب قال الناس يختاروا الطب لازم نخيرهم على أساس أنه صحب الطب وحاب يعاون بشر مش يشوف فيها نزيدوا لهذا السؤال إذا كان ما فيكش هل التكوين تعليهم في الجامعات الجزائرية وغير الجزائرية كان فيه التكوين هديت على المهارات الشخصية كيف تتعامل مع المرأة ولا كان فيلتر هذا موضوع هذا موضوع جدا رائع بالنسبة لي شوف الإنسان كما قلت لانتها أنا أظن وأوافق الزوبير في حاجة كما يديروا الجامعات العالمية قبل ما يدخل واحد كل يطب خاصة يدير تاست خاصة يكون بسيكولوجيك ويكون عنده بل ما يتوجه إلى كلية الطب أنا يعني أتمنى أنه الأجيال القادمة التي تحب تدخل لكلية الطب يجب يكون يعني الاختيار سيلكتيف لأن الناس اللي يختاروهم لكلية الطب يكون بناء على عدة معايير مش فقط أنه جاب المعدل 17 ولا 16 تخلى كلية الطب لأنه كان بزاف ناس جاب 17 ولكن لا علاقة له لا مع الإنسانية ولا مع الطب فقط فرضت عليه أنه مهنة الطب في الجزائر هي مهنة كما يسوق لها مربحة ويعني ستجني منها الأموال ورح يعني يكون لك اسم وكان بزاف ناس يبحث الاسم فقط باش يقولوا له دكتور ولا باش كما نقول ويدلي الاسم فقط ولكن ليس له من الديبلوم إلا الاسم فأنا يعني أنا نتمنى أنه الناس ولا الوزارة وزارة يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تراجع يعني المعايير تدخول الكلية الطب وتكون هذه المعايير بنية على عدة أسس ومن بينها الأسس يعني أنا في وجهة نظري إذا ما كنتش إنسان يعني في قلبك مكلة تتوجه كلية الطب إذا كان الدافع تاعك مادي روح اشتغل كأن هناك عدة تجارات مربحة أحسن من الطب والضامير تاعك متهني إذا ما كنتش إنسان وتحس معاناة الناس وتحس بالمرض تتاحهم وتحس يعني بالألم هذاك مكلة تدير طب لأنك رح تضيع أجيال وضيع ناس بزاف وما رحش يعني أنك تكون اليد الآمنة التي يؤتمن يعني الناس من تكون بين يديك يعني من الطب تخيل أنت الوحيد أو أنت الإنسان الوحيد الذي يعني يتم الكشف عن جسد أي إنسان قدامك يعني كما نقوله بالعامية الإنسان الوحيد اللي الناس تتعرق قدامك يعني رحى طحقة كبيرة ورحي مسؤولية كبيرة أمام الله يعني جسديا ونفسيا ممكن يقولك حواجلي ما يقوله أشي الأقرب الناس لهم كان الناس يكشف عند طبيب مشاكله العائلية بين الأزواج ومع وليده وكذا ومنه يحكيها للطبيب وما يحكيها أشي الأخر ولاحظت مثلا أن أحكيلك لهذه فركمة نقولك كان ديت واحد الخطرة واحد قريب من العائلة ديته للطبيب خرجني الطبيب وكان طبيبة خرجتني طبيبا قال لا نخرج قلتني بعد تفهم وطبيباتي كنت عرفها يعني ما خرجتني بعد خرجتني قلتني تكون انتثم ما يحكي لي كما نكون نوي عندي طرق أن ينبوسي يعرف باللي من طريقة الحديث معه أنه هذا الطبيب تستطيع تحكيله والسر يبقى بينك وبين وهو هنا يعاونك لأنه ببساطة تخرج قلتني فينا الممكن واحد من مثلك كما قال خوية طه أحيانا بل كما راح لهذه الطبيبة بالرغم أنه يعرف وكل وراء قلت له من فضلك يستنى المريضة تاعك برا وراء نانا أحيانا أنه يعني من خلال تجربتي في العمل الميداني وكل وفي السبيطارات كانوا يجون الناس حتى أحيانا قدام الزوج لا تريد تحكي فأحيانا أنت تقول الزوج لا تستنى برا يعني تكون معك الممرض أو دائما في احترام شروط فالزوج يجي غريبة يقول كيف راني مع مرتي ونخرج ونجي ونحن سبحان الله من خلال تجربتنا البسيطة في الحياة اكتشفنا عدة أشياء اتصر ما بين الزوجين واللي هي سبب كبير في عدة أمراض وسبب كبير في يعني مشاكل عديدة وكل شفاء استطعنا أن نعالج الوضع النفسي وقدرنا هذه المرأة أن نوجهها يعني الطبيب أخصائي في الأمراض النفسية الإنسان دائما يحترم الخصوصيات عن الناس ويحاول أنه يكون إنسان قبل ما يكون يعني نفسانيا خطرت بعض المعضلات وبعض الأمراض علاجها نفسي أكثر من هو دواء وعضوي فلازم تكون قريب للمريض لدرجة كبيرة حتى هذا المريض يحس بالراحة النفسية ويقدر يحكي لك وتقدر تدير يعني تشخيصات رائعة وتمكنك بشتير عن دياغنوستيك اللي في المستوى وتخفف ألام المريض فأنا من الأهدف التاعي ومن الشعارات التاعي اللي دايما نقولها وإني قد عاهدت الله ألا أرى مريضا أو محزونا إلا وأقف معه وقفة مساعدي إن استطعت يعني عاهد هذا عاهد قاطعته بيني وبين ربي أي إنسان يكون مريض ويكون أنا في هذه يعني في هذه اللحظة ولا في هذه الوضعية ولا في هذه المكان نقدم لها المعاوناء بالشيء اللي نقدر يعني زي يا سيل أنا إذا كنت في الطيارة نتمنى نكون معاكم ونعودش مع طاها تخاف خاش مصرالي في الطيارة تعيط الموظيفة تقول ليش معك عاد كينت دكتور هنا طاها يريد ديدو لا لا طاها يريد ديدو يجيني هنا دكتور في علم التحسين أنا جيبوا لي دكتور طب ما جيبوا ليش دكتور ديدو والله يا زوبي سرولي عدة مواقف وين دخلت يعني دخلت في عدة مواقف سواء في طائرات سواء في أكسيدون برا في سواء في مؤتمرات عطينا مثال عطينا مثال تحاديثة كذلك صارت لكم حاديثة وقدر الله نكون تلوحي وحاديثة تخيل كانت قدامي كان قدامي وانا رايح من وهر للزاير يعني أناس كان في وهران فكنت متوجه من وهران إلى تيارة إلى الزاير وفي الطريق كان قدامي كاميو وتقلب هذا الكاميو وتقلب يعني تقلب تخيلته وذذ فبمجرد ما شدت الحاديث والفيديو راه يفل السوشيال ميديا تعين بعد تقدر يعني تطالع عليها يعني أنه سابق يسجل لحدث من أول من قلبت سيارة إلى آخر ما جاءوا الإسعافات وقدمنا يعني الإسعافات فسبحان الله أنه تقلبت الأخر ومكان حتى واحد حاب يتوقف الناس يعني تروح عادي وكأنه وكأنه شيء لم يحدث يغيظ الحال بعد نرجع لهذه النقطة فتوقفت سبحان الله بعد ما توقفت وتوقف سيارات وكل كنت أول يقدموا الإسعافات الأولية يعرضوا المريض والضحية للخطر من هذا المنبر نقول للناس أنهم يروحوا يديروا دورات تكوينية في تقديم الإسعافات الأولية وإلا ما عرفتوش تصلوا بالحماية المدنية ولا تصلوا بالجهات الأمنية حتى ما تسبوش أنا عارف قاعد الناس تحب تدير الخير وقاعد يجتمعوا المريض وقاعد يحبوا يعني ينقضوه وكلش ولكن خطرات التقنيات والوضعيات اللي يديروها المريض راهها ممكن تأدي بحياتها إلى الخطر فكنت سبحان الله أول للناس الواصلين وخرجنا هذو يعني الضحيتين وستطعت أني نوجدوا المريض في يعني في وضعية إسعافية يعني حتى تجي الحماية المدنية سبحان الله تمكننا من هذا الشي تقريبا 30 دقيقة بلما تجي يعني الحماية المدنية وحافظنا وحافظنا على وضعية المريضين حتى جاءت الحماية المدنية وبالرغم من هذا ما توقفتش المهمة تاعي لأنه جيت أوبليجي نوصلهم حتى المستشفى لأنه كما تعرفون أنه الأعوال الحماية المدنية ما هنش أطباء فلازم أن تتأسيس المرأة يعني كواجب مهني وكواجب وكضامير إنساني وصلتهم حتى لمعسكر دخلوا للوبيطال وصديقي يتبعني بالسيارة والحمد لله وصلنا يعني الضحيتين حتى للمستشفى وتم الإنقاذ والحمد لله كنت سبب يعني في إنقاذ روحين وعدت يعني كل مرة يصرأوا لي بالزرع في الحياة التعي وندخل وهذا الشي يفرحني أنه نكون سبب في إنقاذ روحين يا يسين من خلال حديثك على مهنة الطب لاحظوا أنه مهنة الطب بالنسبة لك هي عمل إنساني قبل كل شي يعني صراحة هو عمل ولاحظة يعني الواحد يشوف يشوف ويشوف ومتقدر أنا راح ينلاحق وإنشاء لك يفكر في بنغلادس لكن عندي سؤال في هذا الأمر مهنة الطب هي مهنة إنسانية ومن المفرض إنسان يتوجه لها عن رغبة في مساعدة الناس أكثر من رغبة في أن الإنسان يربح منها ولا يكون عنده مستوى اجتماعي ولا يقود يقول المكان هو لابد أن الطبيب يجب أن ينقض في أرواح يعني كما عندي واحد صاحب يقول لي هل تعرف هذا الطباء ينقض 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 كيف كيف فالإنسان من المفروض الناس التي تذهب إلى مهنة الطب أو مهنة الصيد أو لكل المهن التي لديها علاقة بصحة الإنسان يجب تكون أول حاجة عن قناعة وعن حب ولكن هذا من نلقوهات يعني كيف ينقض ينقض طب ومختلف التخصصات ينقض لأنه فيها صور لأنه على باله باللي كما يقول حياته من بعد كيف غير الضخمة من الناس وكيف كيف كنت تقول نستطيع أن إذا ركس تحس بالناس ولا لا ككل امتحان تقدر تحضر وتتوجد يعني تقدر تلعب على الأسئلة وتقدر تفوتها كيف اليوم نقدر نوع والناس نقول لي إذا تر تحضر قبل كل شي توجه تحضر لتحضر قبل تذهب لتدخل أو تبني فيلا أو تشري سيارة أو ستحضر في الدراجة يمشي عنده دراجة نارية في الطريق بالبرد أيكي برد ستدر وضر في المحلولة ما عنده لك تسكر الفيستا تعه يبهم يضر وش تدر قلب المعطف تعه يقلب هذا محلول في الظهر ومسح مصدر ومسكر هو مسكين ومشي طاح ذا الحادث الأول الذي يلحق به يقول سيجر رأسه ضاير فهمني وانتقل الأخر قال سميل رأسه مدام سخون قرر رأسه قلت وقلت ثاني الناس لا تريد أن ترى إنسان سرقت حادثة تدخل الله لا أحسن جمال ما هي أحسن حاجة يقدر ديرها الإنسان لو الحق بحادثة يكون لولوش يتصل بالشرطة أول حاجة لازم الإنسان لما يشوف حادثه لا يتصل بالسلطات سواء كان الرقم الأخضر سواء تحديث المدنية ولا تدرك الوطني ولا تحديث أول حاجة فيها ثاني حاجة لازم الإنسان يتعلم الإسعافات الأولية الإسعافات الأولية هي عبارة عن دورة ربما ثلث أيام ربما سمانة تقدر تديرها لأنه مراكز على الحماية المدنية ولا الهلال الأحمر يزائري ولا بعض المستشفيات يديروا دورات خصيصة في تكوين الناس الإسعافات الأولية لأن الإسعافات الأولية ليست مختصرة فقط على الطبيب أو على أي إنسان في الحياة هذه لازم يدير الإسعافات الأولية لأنه قادر المريض يتحلك في الدهر قادر يصرح حريق قادر يصرح يعني إسفلوزيون ولا عفسة ولا أي إنسان لازم يكون عنده لنسيون تعالإسعافات الأولية وهي شيء بسيط يعني فالإنسان بمجرد ما يشوف حادث ولا يبلغ ثانيا يشوف إلا كان إنسان متمكن يعني من الإسعافات الأولية رهي يدخل ويحاول أنه يوقف النزيف ولا يحط المرضى في وضعية يعني صحية حتى يعني الحماية المدنية تنقل هذا المرض إذا كان ما يعرفش فيحاول أنه على الأقل يكتب ورقة في الطريق نحتاج طبيب نحتاج ممرض يعني عندنا إرجانس فيحاول أنه بطريقة عقلانية أنه يحافظ على الوضع ويحافظ على حياة الناس اللي يكون عندهم يعني حادث ولا هذا الشيء فأول شيء اللي يجب الإنسان يديره هو أن يتصل وفي أقرب الوقت وما يقول ما يتكلش على إنسان آخر لما يكون الحادث بالزاف ناس ينسوا بشي يعيطوا للحماية مدنية بالكتر ما يلهاو فقط في الحادث وينساو باللي أول شيء لازم الإنسان يتصل هذا النقطة نرجع السؤال بتع سيطاها اللي قال لي يودي كما قلت انت مهنة طب هي نقدر اللوم الدولة ونقدر تاني اللوم طلب الطب لأنه طلب الطب هل هذا مشكل جزائري لأنه تحكي لي فقط اسمحي نقاطعك هل ما هي مشكل جزائري نظن مشكل عالمي مشكل عالمي مشكل عالمي ولكن دول أخرى تختلف ربما عن الجزائر لأنه أنظمة هناك أنظمة صحية متطورة تغرس القيم النبيلة في الأطباء تاحها وتحدثهم على العمل الإنساني وتشجحهم هناك كليات وجامعات ومعاهد الطبية في العالم لما تشوف البركور تاعك مليء بالإنسانية يكون بارميل لبارامتر يخلوك تترقى في هذه الجامعة ولا تتحصل على منصب ولا تدخل تخصص معين دائما يشوف الناس هذو يحبوا العمل الإنساني والتطوعي ويغرصوه فيخلوا أولادهم من الصغر أنهم يخارطوا إلى جمعيات يتوجهوا يعاونوا الناس فالطالب الجزائري مغلوب على أمره لأنه هناك عدة أفكار تسوق له وتغرص في ذهنه أن الطبيب كما قلت سيطه عنده مستقبل مليح ويددراهم فالماديات يتغاو على قلب هذا الإنسان نحن لا ننكر أنه الطبيب الثاني يحتاج يحتاج حياة كريمة لأنه قراء تقريبا سبع سنوات إلى 12 سنة مع التخصص يحتاج إلى مرتب يليق به ويحفظ ذكر ما تعه باش يعني يستطيع أنه يعيش وتكون عنده أولويات الحياة يعني ساكن سيارة وكلش باش يمارس المهنة تاعه على أحسن وجه ولكن ربما أنا لا ألوم الأطباء ألومهم ولا ألومهم يعني ما ألومش الناس اللي مساكين طبيب يخلص خمسة ملايين في الجزائر وحبيت أنت يكون إنساني اللي يشوف بالك مئتين مريض في النهار حبيت أنه يتعامل معك يعني بطريقة سليسة وطريقة يعني إنساني لا وثاني نقص الإمكانيات أنا ما ألوموش الإنسان لما يكون نقص الإمكانيات ونقص التعامل معه اللي يدخل يعيط عليه اللي يدخل له أنا أنا نقص معاه يعني تابنادم اللي يدخلهم يعيطوا عليه يقولوا له ما كنت تخدم خدمتك ولا يقول له ويسبوها ما هذا هذا أبجاديات العمل خليتهم كي يحترموا هذا بنادم ما تثيق فيه لأنه روحاب يعاونك لأنه كين أزمة ثقة بين الطبيب والإنسان والمريض اليوم هذه أبجاديات يعني تعامل مع الطبيب ومعاك بأنه ما نقدرش لهم الأطباء اليوم أنا ما نقص لهم الأطباء نحاول لنقى حل لأنه منظرت لهم على الأطباء منظرت لهم على المرضى كيفاش نحسنهم الأمر كيفاش نحسنهم الأمر قلت لك هذا الشي يقرره لك في أخلاقيات المهنة يعني لازم الطلبة هذا الموديل يكون مجسد عندهم في كل سنة باش يدير لهم أرابير مش يخلوك حتى سي جماني تقرأ أخلاقيات المهنة ولا يجيبوا لك موديل يقرره لك في ثلث سينات يعني على أخلاقية المهنة وعلى أهم الأشياء التي تعرفها في الطب الشرعي والأشياء القانونية التي تتعلق بالدرواميديكال درواميديكال وهذه الأشياء أنا أظن أنه لازم أن الطلبة يتعلموهم كل سنة يدير لهم ثلث أسابيع في العام يقررهم ويذكرهم بالقيم الإنسانية والقيم الطبية والأخلاقية في المهنة الطب باش تترسخ في ذاتهم مشيء تخلي حتى يكمل ستة سنين بعد دراسهم وبعد دي له الموديل تعل الميتسين ليجال ولا تعل درواميديكال ولا دي له الأفسيز يوماني يقرر ثلث سينات ويمتحن عليه فقط باش يجيب نقطة ما هوش مأمن حتى بالأفكار اللي يدرسهم ولا بالأشياء اللي يدرسهم لأنه في أرض الواقع ما يشوفهاش مطبقة كيف يعني أنت يعني تدرس شيء وانت ما تطبقاش حتى البروفيسيال اللي يجي يقريك أخلاقية المهنة ولا هو ما هوش مطبقة ما تشوفهاش في الحياة العادية يعني تشوفهاش في الحياة العادية تعه إذا حبيت فكرة تتجسد في أي إنسان لازم هذا الإنسان يشوفها فيك ويشوفك أنت أول الناس والمبادرين لهذه الفكرة فأنا أظن أنه حتى نقدر نبنو جيل يكون يتمتع بالإنسانية وبالقيم وأخلاق الطبية لازم ندرسهم له لازم يشوفهم في الأساتذة اللي رأهم يقرره ويشوفهم في المحيط التاحهم ويشوفهم في المعاهيط الطبية والمستشفيات فلما يشوفوا أساتذتهم واللي سيبرير عليهم يتعاملوا مع المرضى بطريقة يعني ما شاء الله مليحة وكلش فهذا الشي رح يتربى ليهم ويخليهم يعني إنسانيين قبل ما يكونوا مهنيين ولكن في الجزائر الظروف تحول بين الطبيب وبين العمل الإنساني فالطبيب يجد نفسه في وضعية يعني صعبة جدا لعدم توفر الإمكانيات الضغط على الخدمة الضغط على الناس أنا كانت آخر مدخلة لي قبل أن أغادر جزائر كانت على قناة البلاد تحدثنا على قدرنا وحد الحملة أنا طبيب أنا أريد التغيير وهذا الحملة يعني لقت رواج كبيرا في يعني في الأوساط الطبية وكشفوا حقائق النظام الصحي في الجزائر فكل طبيب رح يصور يعني الوضعية اللي رح عايش فيها والإمكانيات وعدم موجود يعني الأشياء وكشفنا المسطور وحاولنا أنه نوجه الرأي العام أنه الطبيب ليس له دخل فيما يحدث في قطاع الصحة القطاع الصحة المسؤول عن هذا الشيء هي السياسات المنتهجة من قبل الوزارات لأنه مر عشرات الوزارة على قطاع الصحة ولا أحد استطاع أن يعمل تغيير جدري في هذه المنظومة ولا استطعنا أن نبني مستشفيات اللي تكون على يعني مستشفيات يعني عالمية بلي نورمة يعني معترف بها وكلش فإحنا وردنا منظومة صحية فرنسية لحد الآن تقريبا كل المستشفيات اللي عدنا في الجزائر هي مستشفيات موروثة عن الاستعمال الفرنسي ولم يتم بناء يعني منظومة صحية ولا مستشفيات اللي تخلي الطلبات على الطبي يتعلموا في ظروف حسنة والمرضى يعالجوا أيضا في مستشفيات راقية تمكن لهم أنهم يكونوا في راحة ويكون كاين عندنا الأسرة ما عندنا مشكلة لها للمريض هذا لأنه كل إنسان في الجزائر ولا كل إنسان في العالم يعني حقها أنه يتعالج حقها أنه يكون له مكان في مستشفى حقها أنه من المرض يتوجه رعاية الصحية الحسنة عدم توفر الإمكانيات يجعل الطبيب يعني مسكين في واجهة للمواطن لأن المواطن بمجرد ما يدخل للمستشفى يجد الطبيب في الواجهة فكل غضب المريض أو المواطن يصبه في الطبيب والطبيب يعني يتكلم مع الإدارة الإدارة في أغلب الأحيان لا تسغي إلى المريض لا تسغي إلى الطبيب ولا يعني تلبي له طلباته أو الإمكانيات تعه فتلقى نفسك في واحدة الدائرة يعني مفرغة الإدارة تحصل في الوزارة الوزارة تحصل في الإدارة الطبيب يحصل في الإدارة المواطن يلقى روحة مسكين تايا فالمسؤولية أنا أظن هي فشل سياسات المتهجة في قطاع هذا الصحة أنتمنى إن شاء الله مستقبلا أنه يخلوا هذا القطاع ليجان ويخلوا الكفاءات اللي عندها قدرات أشياء جديدة للقطاع الصحة ويتطور هذا القطاع هذه وجهة نظري باختصار سعو هذه تريد تبين لك باللي ما هيش مشكل موارد بشرية لما تشوف باللي فرنسا فيها 60 ألف طبيب جزائري ولمانا بليش حال تخلع تقول ما نهار نصدر في مقدار ملايير دولارات كما يقول ماتير غريز فهمني هذه أمخاخ تصدر فيها الطبيب اللي تتعب عليها الدولة وليس نظام سياسي X ولا Y اللي هو استثمار عظيم الطفل هذا والديه قراوة المدرسة والأستيدات والجميع صرفت عليه الدولة بعد في المطاف يروح الدولة وإنهار في نشط مهما يعطوه مهما يعطوه كمقابل مادي رههم رابحين لأنهم مخسروش عليش فاين مشكلة تسيير بعد بكل وقاحة يجيك مسؤول من غير ذلك الأسماء يقولك مستشفياتنا خل مستشفيات سويد وارك تشوفين هناك في الخرشف من بذنينها ولا تمس خاربية أقوى منظومة صحية في إفريقيا في إفريقيا إيه بعد هو حكموا كرشو شوية ولا هز الطيارة رهو في فرنسا ولا في ألمانيا ولا كذا وغير من أعطيك أمثلة نظن أنك حتى الرؤوس تعنا ولا المسؤولين الكبارة ولا واحد يدوى في مستشوية وحلية هذا هو هذا هو كيف أنت تضرب القدوة تقول لي أن مستشفيتي خل من السويد وخل من بلجيكا وبعد أنت في أي حاجة تروح تهز الطيارة وتروح ما نعملش بيك لما نشوف كنت اللي هو المفروض أن نأمن بيك ونأمن ما تشوف مش عارب بشار الأسد ويدوى في بلاده وكيم جونغ إيه وانوش يسموه ما تقول ليش أنه عندي بارك الله فيك زوبير على هذه النقطة قال لك عيب وعارن عليك أن تنهى عن شيء ولا تدير عليه ونتدير العكس التي أنت تتباهى بمنظومة صحية فاشلة أنا أقولها كوني كطبيب وكوني اشتغلت في الجزائر وأعرف مهنة الطب في الجزائر بحكم إنخراطي للجمعيات الطبية بحكم معرفتي لكل مستشفيات في الوطن العربي بوطن الجزائري بحكم يعني ممارسة الطب عن حقيقة فلما تقول عندي منظومة صحية يعني قوية في إفريقيا إما ركت تضحك علينا إحنا كمواطنين عادي إما ركت تمسخر بينا إما صحر عندك منظومة صحية ومن علبناش بها وماش عارف سبيطارات اللي ركت تقول عليهم يعني عندهم مستوات مش ناهمش إحنا في أرض الواقع مش ناهمش إحنا زرنا قاعد مستشفيات في الجزائر مش ناهمش مستشفى يعني بمعايير دولية فأنت بمجرد ما يضر كراسك تربط طيارة وتروح الألمان وتعالج يعني في دول يعني متطورة بينما شعبك يموت لعدم موجود إبرة خطرهم يموتوا ما عندهم صالبيطامول ولا ما عندهمش فولطولين ما عندهمش يعني أبسط الأشياء تعلل لزازماتيك ما عندهمش خطراتش في الصحران لما كنت نختم في الصحران ناس يموتوا باللعسة عقرب يعني كما الأستاذة عام عام كيفاش كما هذه الأستاذة اللي اللي نضرتها عقرب في ورقلا عندها في ورقلا أبسط الأشياء مكاش فتخينتا ناس يموتوا هكا متبسيطة لعدم توفر فقط أبسط الإمكانيات في المستشفيات خطراتش يقولوا الأطباء مما عندهمش يقول للمريض يجيب معك انجكسيون تاعك ولا يجيب معك هفسها ولا مكاش فغالب هذه حقيقة لازم تقال لازم ما نحشموش نقولوا بلي ما عندناش أبسط الإمكانيات في المستشفيات توعنا إذا دينا مصطفى باشا يعني اللي يعتبر كأكبر أوبيطال في الجزائر واللي ريفيرونس ما فيش أبسط الإمكانيات ما بالوك بالمستشفيات الأخرى في الوطن الجزائري فالإنسان لازم يقول كلمة الحق مستشفياتنا كاريثة يعني كاريثة وإلى من رحم ربك فيما يخص الكفاءة الأطباء الجزائريين يعتبرون من أعظم الأطباء في العالم الدليل على ذلك بمجرد ما تطلع به الطيارة ويحط في البلد العمسام يبدع وينجز إنجازات عظيمة على مستوى العلمي على مستوى المهني على عدة مستويات لما تتح له الفرصة ويلقى يعني نفسه في المكان الذي يبدع فيه وتوفر فيه جميع الأشياء يقدم خدمات ولا أرواح الدليل هناك أطباء في أمريكا جزائريين في فرنسا لا نتحدث كين أكثر من 25 ألف سبيسياليست فكيما قلت أنت الجزائر تهيئ شاهية تهيئة 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 في الأطباء وتقررهم بعد يستفادوا منهم الغرب لماذا لا تغيرون المنظومة الصحية وتغيرون الإدارة والتسيير وتعطوه الناس أكفاء وتقولوا لهم هاكم شدوا هذا القطاع تكلوا على ربي خدموا ورنم وراكم أنا أظن أن المشكلة ليست مادية في الجزائر وليست يعني مشكلة موارد بشرية كما قلت سيزوبير وليست أي عفسة فأنا أظن المشكلة فقط مشكلة تسيير سعر سعر لما تشوف واحد كما دكتور إلياس زرهوني اللي يشهد الني اي ايتش أكبر منظمة صحية في العالم أعدها ميزانية تعد دولة يام حينك شعر 5 مليار دولار 40 مليار دولار مليار دولار أي ميزانية دولة يعطيه بوش ويسام شرف من داخل الدولة من داخل الدولة الجزائرية من بترول دور فيه 40-50 مليار صحيح يعطيه بوش ويسام شرف تقول بلي ما هيش نقصتع رجال ولا نساء نقصتع أنه الناس اللي تشادتنا ما عدهاش نظراء ولا عدها علم ولا ما عدهاش إرادة بكل بساطة باش تشوف المالاير ذيك من راحة من نفس المالاير اللي قادرت بها ألف حاجة ودير بها ألف مهرجان يخويا كين الأولوية دير مهرجانات على روحك بسألها تديرها بدرها من الدولة وراهي دول مننا ونما تدير لك مهرجانات بنتخلش في الموضوع مولايا كين أولويات اللي رضي محضر بها حاجة هذا الكأس مبافي إيه بعد مستشفية أنا أنا أحكي لك كمواطن من الجنوب نظلوا نطالبوا أنا عدنا في الغوض الناس ظل تموت ما عدناش مصلحة حروق شوف مؤخرا صراح حريق حتى ندوه بالهليكوبتير العاصمة وليديها عيب وتوفى توفى توفى المريض هذا إيه الحروق كيف أنت في منطقة في يعني بداية الصحراء من الغوض ما هيش صحراء ووابة صحراء ووابة صحراء في الوسط معناها مكان ولا مستشفى يعالج هذه الأمراض في كل مدن المحيطة يعني واحد في غرذايا ولا في بسكرة ولا في الجلفة يصرروا نفس الشي يلقى نفس ما ما حصل معناها لو لم يكنش هليكوبتر وشين يندروا 700 هليكوبتر تطلع وتجيب الحروق الحروق مقارنة بتخصصات مهمة أكثر من الحروق تخصصات مهمة في الحياة اليومية تعلانسان كما لا نرى كما جراحة الأعصاب جاهة الأعصاب مريض ما يطيح ويتكسر فراسح مريض ما تصرى لاش أكسيد وكلش فتاقريبا معظم المناطق في الصحراء ما عندهم طبيب مختص في جراحة الأعصاب ومكاش رياني ماتير يعني مكاش طبيب ينعاش أخي انت المهمين ماش متوفرين في بعض المستشفيات فكيفاش انت حبيت انه تكون عندك منظومة قوية أروا كل سنوية يروحوا آلاف الأطباء يهاجروا في الخارج ويعودوا القرايا من جديد ويتعلموا ويولوا لبس عليهم أظن أنه فتر الضحي بوقتك والضحي ومرات حتى تخاطر بحياتك باش تدير هذا الأمر اللي تشوفه أنت أنبل من أنه الواحد يقام من فيها لازم يدير ولا ما يدير صح شوال العمل الإنساني قلت لك أنا بديته لما كنت إنسان صغير لما كنت صغير ومبعد ولي الطالب ومبعد لما تكملت وديتش هذا الأخر كنت أنا إنسان مولعب بالمنظمات العالمية خاصة يعني منظمة أطباء بلا حدود ولا منظمة العالمية للهجرة وكان حلمي الانخراط لهذه المنظمات حتى أقدم العون إلى الشعوب المستضعفة أينما كانوا في العالم سواء كانوا أفغريقة أو في الجزائر أو خارج الجزائر فكانت رسالتي هي يعني نصرة المستضعفين كوني كطبيب يعني لا سياسي ولا أي شيء يعني أستطيع أني أساعد وأقدم الإسعافات إلى أي إنسان على وجه الأرض باختلاف دياناتهم ويعني إيديولوجيتهم وأي إنسان فبديت كانت سمحت لي الصحراء لأن الصحراء لما عشت فيها لمدة عامين خاصة في عنقزام عنقزام كم تعرفوها هي آخر مرة الخطراش كانوا يسألوني يقولوا لي كيف أنت خليد مستشفيات في الشامل ويستخدم العقزام بالعكس قلت لهم أنا خيرت عنقزام لأنه أنا كنت حاب نكتشف المناطق الضل كما يقولون ولي أنا سميهم مناطق الضل ليس الضل لأنه الناس مساكيرهم في حالة مغبونين ومقهورين على أمرهم ودايمن ندد بهذا الشي ونقول لهم يجمع ما تسمحوش في ناس الصحراء ناس الصحراء هما الأولوية بالمشاريع التنموية إلى آخر حتى لا ناخذ في مواضيع أخرى ضروق العمل الإنساني بديته في الصحراء الصحراء كنت نشوف هذوك البدو الرحل لنوماد مساكين ما عندهمش الطبيب ما عندهمش ما عندهش بمجرد ما وصلت تمر رأس والعين قزام لقيت المستشفى اللي خدمت فيه هذا تعين قزام لقيت دخلت للفارماسي قيد كمياتها إلى من الدواء تبيريمات بسبب والله العالي العظيم غير من بيريميا بيريميا في عام عامين بسبب ما كاش لي استهلكها ولا ما كاش ليدها ولا ما وزعوها شيك ستر تحددت مع الفارماسيان قلت له هذي بين سقسيك لأنه لما تدخل المستشفى خاصك تعرف الدول اللي عندك تعرف الآخر باش تبدأ الخدمة تاعة باش تكون قالة قلت لهذا الدول اللي راهوا هنا قال لي يودي ما استعملوش طبيب قال لي ما نشعر قلت له كيف هم استعملوش الناس راه تعاني في الصحراء كيف هم هذا الدول مهم للناس بزاف يعني كيف هم استعملوش قال لي يودي قال لي هذا هو قال لي ما عندنا قلت له اوكي قلت له ما لدي إحصائيات كل شوش عندك دول اللي بيريمي بيريمي واللي نحتاجوه نحتاجوه باش نديرو للاقومون من عند السيدلية المركزية ونجيبه الدول اللي خاصنا لما دار يعني لدي تاعه كلش قلت كارثة 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 يد دولة عاطية الدول للمستشفى يد دولة يتفيريما ومبعد يقيسوه بطلهم يجمعه على شغال كودي إحنا اللي جال سبيطار صحة وليما جال سبيطار بطلهم متوبة متقدرش تخرجوا اللي مالات من أجل أنه الواحد يكون يعني حقاني بهم لو موش الدولة الدولة مرات توفر إمكانيات وشعبي وشعبي هو اللي شعبي اللي وانا وانت والناس في مختلف القطاعات هي اللي ما تقوم مهمتها يعني بل إنسان ما يلوون مش صح فخطرات الدولة كما قلت توفر ولكن كما قلت سوء التسير علىها أنا دايما نقول الإدارة وسوء التسير هو سبب الفشل المنظومة الصحية في الجزائر فلما قلت لها عمل لي هكا ديلي الستاتيستيك وديلي يعني لدي تاعك وقل لي فقعنا دواء كبير يعني بيريمي بعد إحنا رجعناه للتمراص وتمراص يرجعه للبيسياش فقلت لها أخويا شوف منه فصاعدا أنا رأني جيت هنا جديد أي دواء لازم المستشفى مشي أنه فقط المريض يجينا للمستشفى اللي مجاش ملك له بوبي ما نقدروش حنا نفوتوا عليه قلت لها لا لازم نبدلوا هذا العقل يرام عدنا لي كات كات عدناش شوفير تعال لي كات كات عدنا الناس اللي قيد هنا اللي يورونا في الصحراء ورهم الناس اللي محتاجين الدواء اللي رأهم مرضى مسكين وما نقدروش قلت لها يا أخويا إذا ما قدرش خليني نجتمع مع المنطقة هذه ونشوفوا الناس اللي رأهم مرضى ونحن نتنقلوا لهم ندولهم الدواء وكل هذا شيء ففي الديبي ما أعجبهم ش الهدرات الإدارة لأنه يقول لك دينتايا جاي جديد صغير بيت تبدل العقل إيارك فاهمش الوقت الراحة لازم نديروا بروغرام ونخرجوا للناس هذو اللي يحتاجوا الدواء فبشوية بشوية الحمد لله كانوا ناس طيبين وحدين وتفهموا معايا وكلش وبدأنا بالمبادرة هذه مع الأطباء اللي يخدموا معايا وبدأنا نخرجوا للنوماد يعني هذو البدوى الروحل كنا ندول قيد على الصحراء هذك اللي جغلية حياة بسيطة يعني الدرجة لا تصورها خطرات ندول المناطق 400 كم على عين قزام أو 300 أو لا ونحن هايمين في الصحراء فباش نوصلوا الخيمة أو نوصل للناس هكا بساكين نديروا لهم باكسيناسيون أو نشوف مساكين نفحص لهم أولادهم أو لا رك عارف تروح الخيمة مساكين عايشين على أبسط الإمكانية على الحياة فأول مرة ربما يشوفوا طبيب أول مرة يسمع سماعة تتحط على كرشاه أو تتحط على قلبه أو لا فالأمر كان يعني صعيب فأنا قلت سبحان الله هذو ربما ما يعرفوش قاع واش معنى الجزائر ولا يعرفوش قاعش هو الرئيس الجزائر ولا جايبين هذيك حياتهم اللي يعاشوا عاشوا على هذك الشي فالحمد الله هربي مكني أني بزاف درت حمالات في الجزائر تقريبا صحراء قاع ضربتها كما قال هطول وعرض لأنه كنت نحب هكا كل خطر دي كات كات ونروح والدواء هذك سبحان الله ربي يدار فيه البركة ولا يجي الدواء ويتقسم على ممالي والناس تداوى ويعني والسيروم هذك الساس أنتي سكوربيونيك جوغة تعد الصحراء اللي نس كانت محرومة وكانوا يموتوا بسبب العقرب وكلش الحمد لله وفرنا هلهم وأصبح عدد الوافية تقريبا خالية المنطقة لأنه درنا يعني درنا فورماسيو على لحسة العقرب وكلش الحمد لله فولينا أي تجينا يعني في كوردو سكوربيون ولا عفسة نتعاملوا معها وننقضوا المريض فالحمد لله تغيرت بزاف الأشياء بقدوم المستشفى وكأطيباء جدد وعطاتهم الفرصة وقدرنا نغيره ولكن بالرغم هذا كان عندنا مشاكل إدارية ما نحكي لك لو نحكي لك عليها ربما تبكي هذا هو شي يجعل من تتفكر هذه الإدارة تقول لا نرجع للجزائر خلاص وبصح في الجزائر شهلة لأنه قررت أن تذهب لبنغلاديش قبل أن نذهب لبنغلاديش كنت نعم مع المهاجيري الأفريقة المالي والنيجر الناس الذين يأتي من الحروب يدخلون على الحدود الجزائرية ومعض لديهم مخيمات اللاجئين الذين على الحدود الجزائرية فأنا كنت الطبيب الذين كانوا يدوني سلطات لكي نفحص هذين اللاجئين ونرى الحالات التاحهم فكانت تجربة عظيمة مع المهاجيرين الماليين والنيجرين فالإنسان وقف على معاناتهم كأشخاص ومعانات هاربين من الحرب فأنت أحيانا تكون طبيب وفي نفس الوقت أنك تكون تسمع لهم وتسمع حكاياتهم وتخفف من آلامهم وكل فمخيمات الجحيم كما أسميها يعني ناس مساكين عايشين في ظروف قاسية الحرب من جهة ويدخلوا على الصحراف ربما أحيانا منهم من يموت في الصحراء عطشا وكنا نروحوا نشوفوا جثة ندوها يعني في حالة يرتلها فال يعني تقريبا كل هذه الأشياء مكنتني أني يعني نمارس العمل الإنساني والخيري في الصحراء وفي الدول المجاورة اللي هي المالي والنيجر وكلش وعطاتني يعني كما أقول ومنعها حتى أني نفكر أني نخرج للخارج ونزيد نشوف دول أخرى ونقدم يعني المساعدات للدول للشعوب المستضافة بما يخص ملف مسلمي الروهينغا واللي تقريبا هي القضية التي عرفت بها يعني وعرفت بها يعني عالميا مشي على مستوى الجزائري لأنه كما تعلمون أنه قضية مسلمية الروهينغا هي قضية عالمية والأمم المتحدة صنفت مسلمية الروهينغا من أضطهد يعني الشعوب عالميا لأنه هو الشعب الأول في العالم المضطهد من كل النواحي كما تعرفون أنه فقط السبب عرقي ديني ما هو عنده حتى لا علاقة لبأي شيء تجربتي مع مسلمي الروهينغا هي بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما كنت نشوف الصور تا إخوانا مسلمية الروهينغا المضطهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يغذني الحال كنت نقول كين فئة من المسلمين رهم يتعذبوا كما هاك كنت دت هاكى البحوث ورحت جوجل بديت نشوف شكون هما مسلمي الروهينغا علش رهم يتعذبوا علش هذا الصور هالصور حقيقية ولا تريكاج ولا ما كنتش يعني مأمن أنه بشاعة المنظر والبشاعة على التطهير العرقي الذي يمارس ضدهم بهذه الصفة فبحث بحث بحث وبعد أكد من الموضوع وتأكد بلي هناك تعتيم إعلامي دولي ممارس في هذه القضية بما أنه القضية تتعلق بلاشين ولاشين يعني هي الممور الرسمي للجيش المينماري من أجل تطهير هذه الفئة اللي هي مسلمية الروهينغا بما أنهم يحتلوا هذه المنطقة منطقة أركان وهي موقع استراتيجي اللي يعني يعتبر في خيرات وفي يعني طروات طبيعية وكلش واللي أمريكا بدت تحط فيه لباز فلاشين حسيت نفسها بالتهديد يعني أمريكا حبت كونترولي الكوميرش تعالشين في ذيك المناطق فالشاصرات هي دعمت الجيش هذا المينماري واللي هو جيس بوذي ديانة بوذية وقالت لهم طهروهم يعني دي لهم تطهير عرقي فتخيل أنهم ديروا لهم إبادة جماعية يعني مليون ولا مليوني شخص قضوا عليهم يعني ما خلوا فيهم وعلوا والناس اللي اللي بقاوا من الحرب جراء من التطهير العرقي هربوا للحدود تعبنجلادش يعني هربوا من مينمار قعدوا في الحدود تعبنجلادش بنجلادش هي كدولة ما تقدرش يعني بالإمكانية اللي عندها أنها تستقبل مليون ضربة واحدة لأنه لما تستقبل مليون ولا مليون لاجئ يليغ لك الأكل التاحهم يليغ لك المسكن كل ظروف المعيشة التاحهم فصعب أنك تستقبل في ضربة واحدة يعني مليون دولة دولة بارك الله وحتى ألمانيا لما استقبلت المهاجرين السوريين بإمكانيتها بالكاتريان بوصنس إيكوناميك مونديال ولقات صعوبات يعني في اللجوء التاحهم وكل هالأمور فبحثت وكان عندي صديقين بما أني أنا آخرت إلى جمعيات يعني فرنسية وأوروبية في الإطار الإنساني دايما كان عندي هذا صديقي اللي نوجه لها بالمناسبة يعني التحية اللي هو محمد دراجي هو يعني اللي هي تعمل في العمل الإنساني وتعمل خاصة في آسيا وفلسطين وكل هالأمور يسموها جووزام هذا الاسوسياسن تعني اسمه جووزام دونك هذه جووزام أنا ريسبونساب على البول دو سانتي في هاد الاسوسياسن يعني كل ما يتعلق بالجانب الطبي في هاد الاسوسياسن نقوم به فهذا محمد خويا تقريبا يدير حملات من بكره وماشاء الله من وقت الصنامي من وقت يعني الكوارد الطبيعي اللي كان تحدث في آسيا كان ماشاء الله يروح يدون فأسقسي تعلم موضوع الروهينغا هو كان يدعم مسلمي الروهينغا بكل ما هو لوجيستيكي يعني غذاء مواد الغذائية سوالح وكلش ولكن من ناحية الطبية يعني ما مكانش عندهم المجال فقط رحت المحمد هذا أخويا قلت له هاودي هل فيه إمكانية أنه الواحد يروح المسلم يروحين قطم ما يعالجهم وكلش قالي الوضع صعب شوية قلي بما أنه قالي على بالك ما كاش كيفاش تدخل مخيم اللاجئين وكلش مبلع ويعني فيها مخاطرة وكان يحكموك الجيش تاني تاع ماينامار قادري كتلوك فقالي إحنا احنا احنا بس احنا بس احنا بس احنا بس احنا بس احنا بس احنا بخاطر الروح قلت له هلتس او انا ما عنديش مشكل انا الروح انا باغي الروح اذا مت الواحد يموت شهيد يا صبح الله فقعت اننا بحث دولة ماينامار ما عندناش علاقة معها باش تدين الفيزا فالبلد الوحيد اللي قريب للمسلمي روينغا هو بنجلادش فروحت اديت فيزا سياحية لبنجلادش ومباشرة رحت لبنجلادش ومبعد بدأت المعاناة قبل ما تمشي لهذه العائلة كفشت العائلة والمحيط وكفشت عامل والله ما كنتش اخبر والدية بهذا المهمات الانسانية دايما قل راني رايح السيمينار را عندي سوالح على بالي 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 ما رحش يوافقوه انا حتى اهم القرارات في حياتي ما كنتش اخبر والدية لانه على بالي الوالدين وكلش ما يتحملوش يخافوا على اولادهم انا رايح المنطقة الموت رايح المنطقة تعموت يعني ما فيهاش غالا وديلاغ رايح تريسكي بعمرك يعني قادر ترجع قادر ما ترجعش انا دايما ما اخبرهمش وحتى يعني خطراتش كنت نشاورهم فيه مسائل ويقولوا لي الله ولكن ديل الحاجة اللي فراسي توجد ويقولوا لي الله ديل الحاجة اللي فراسي المهم انبعد فوالت كنت على ربي درت فيزا وكلش وقلت للولد داراني رايح في مؤتمر ونعود نرجع وكلش وانبعدها قلت لك رحت الديت فيزا سياحية شهر رحت لبنغلاديج وانبعد اديت معي الدواد اديت معي ساكاد ودوا وانبعد تفهمنا انه انا اديت معي النسيسر في الساكاد وتاعي وانبعد من نصله ثم نشره على الدواد الفارماسي من وسط المطار بنغلاديج ابدأت المعاناة ابدأت تحقيق ووسط الاخر شدوني لاباف تقريبا 45 دقائق انت كيفش جاي من بنغلاديج كيفش انت جاي من الجزائر وحبت دير سياحة في بنغلاديج ويعني ودوا هذا على شك جايبة لانه ممنوع انك تدخل مخيمة لاجئين يعني صعب ومبلعين هذا الشي يعني ما يخلوش الناس يروحوا وكلش فقلت له مودي بولا انا جاي يعني في سياحة واحد المدينة عندهم اسمها كوكس بازار هي مدينة سياحية وعندها الساحل عندها اطول شاطئ في العالم بطول 120 كم تقريبا فهي مدينة سياحية معروفة في العالم من كوكس بازار كوكس بازار وريدتهم ريزارفات وكلش وقالوا لي هاد الدواء جاي سياحة وجاي معك الدواء كوكس بازار يعني جايبة من اجل الوقاية لانه عندكم امراض وهات الامراض احنا ما عندناش في افريقيا فانسي جام ينطيح مريض ولا عفساء انا جايبة الدواء التاعي معي قلت لهما دي انا انسان يعني نجول بزاف العالم ودالي را عندكم الباسبورت قدروا تشوفوه شحاراني بيزيتي من دولة في العالم فانا حب نكتشف ثقافات كلش موهم باش قلعتهم سيتي فغيمون ديفيسي ومن بعد خمسة واربعين دقيقة خلوني ندخل من بعد وصلت المطار داكا هادا داكا العاصمة تعب انجلاديش ومبعد بتنا تما تلاقيت مع ممثلة المسلمية الروهينغا اللي هو اللوغيد تعنا وكلش ومبعد كنت نستنى في صحابي جوم فرنسا هادو كان دوز اسوسياسيون كان امب وجوووزام امب هادا سي شابوتي با هادا الاسوسياسيون امب شابوتي با ماروكا ان فخير ماروكا اميغري كي ساقين نوردي رايس اللي اسمها نوردي رايس منو جولو تحية في البودكاست هادا على الاعمال الرائعة اللي قوم بها هو اللي كي بتاعه اللي ما شاء الله الناس في المستوى يعني في القمة هادا الجمعية اسمها امب هي آلت ومساكر ان بيرماني يعني وقف يعني المساكر المجازر المجازر اميغري في بيرماني هادو دوز اسوسياسيون انا يعني ريسبونساب على البول دوسانتي في الجمعيتين فاتوجهنا رحنا ايونيكيب اللي كانت تتكون من اشخاص تقريبا انا وصلت الاول وبعد هما جاءوا لحقوني هما سراولهم نفس المشاكل ولا بيحكم انهم مجمعيات ما سراولهم هما ما زوج سراولهم زوج شدوهم محمد هذا البرزيدون كلو شدوهم وليزوتر دخلوا بالباسبورت فرانسي ما كانش عندهم مشاكل تقريبا دخلوا يعني الحمدولله جاءوا لحقوني وبعد ميلاحقوني بتنا انهار في في داكا العاصمة بانجلادش وبعد دينا الطيارة من داكا الكوكس بازار وروحنا الكوكس بازار او صنات لقيلها مع مهمة الروهينجا هذا كتو كوكس بازار بما انها منطقة حدودية فبزاف تعلاجئين يهربوا لها تاع بورما ومستقرين تما فالمحسنين انشأوا واحد دار ايتام ومدارس للايتام بتاع المسلمية الروهينجا وناس محسنين يعني من دول يعني عربية ودول يعني أوروبية وكلش بناولهم دي زي كول بناولهم يعني دي زغفلينة ويعني دور الايتام وكلش ومن بعد اول بدينا اول يعني المهمة اول بدينا بدينا مدرساتي للياتامة مدرسة البانات للياتامة ومدرسة الظوكور للياتامة تقريبا فيهم خمسمية خمسمية يعني خمسمية طفل ياتيم بنت ياتيمة وخمسمية ولدها هذو من الناس اللي والديهم ماتوا وخلاهم يعني مساكين ما عندهم حتى عائل فقط يدرسوا داري لهم نظام مدرستين وهذه كل المدرسات اعتمد على المساعدة الانسانية تخلص لي بروه في قروه وما يكسده فأول مرة يعني يجيهم الطبيب فقمت بالفحوصات بديت بهذه المدرسة اللي البانات دايغ بلك اكم شوفتو تصور في الاخر بدينا بدينا الانسانية وكل الطفل من هذوك وليت نديله يعني الانسانية ونديله ملفها ككتب عبارة عن ورقة 20 يا 26 ندير كل المعطيات وكلش اللي ساعدني اكتر انهم يتحددوا اللغة العربية بفصحة بطلاقة ويعني كان شيء رائع لانهم بقاي يحفظوا القرآن ما شاء الله ما عندهمش مشكل مع اللغة العربية ما شاء الله حتى اللغة التاحهم هذيك كان معاي المترجم تاحهم يعني بانغلاديش وطاع الاخر كان معاي المترجم فملقيت صعوبة من ناحية التواصل معاهم فتقريبا افحصنا هذوك الاطفال وبعد كنا كنا نديرو 100-150 نديرو 100-150 نديرو 100-150 ننشري الدواء تحلل المترجم ثم بحيث وترجعه الدواء الاطفال والحيث الناس ونفهموا الناس وتحلل المترجم لأننا عندهم مربين عندهم ناس يعني قايمين بهم ونعطوهم كما نقولوا إحنا يا نفهمهم هاش حال تأكلوا الدواء، هاش حال تديروا ويكتب مالحمد لله ربي وفقنا أننا نكملنا المدرستين ومن الزماج لما نساهم أنه سكان القرية لما سمعوا طبيب تخيل قعجه تخيل قعجه للشيوخ حكم أنه عندهم شيثر للأطيبان ما عندهم مش أول طبيب يجيهم مسكين هذيك القرية أي تو ويعني فتخيل انت علف ما عاش تعليل أنا خارج من مدرسة يجيني شيباني مريض ما هوش قادر مسكيني تو فتخيل في ذك التعب والله عاود ترجع عاود حلين البيرو وهذاك اللي كنا نديره فيه كونستيطاسي عاود تكشفت عليه ولكن اعتذرت منهم ومدت لهم يا جماعة والله ما نقدرش نشوف نكمل هائل هذا تعالناس ولكن نوعدكم أننا إن شاء الله رانا نعودوا ونجيبوا قافلة من الأطباء ونعاونكم فكملنا يعني المدرساتين ومبعد الوجهة الثانية هي أننا لازم ندخل المخيم اللاجئين مخيم اللاجئين يليغ لك اوتوريزاسيون والاوتوريزاسيون تعطيها لك لوني ولوني زع ما فيها مشاكل فيها بزاف سؤالة على الأخر فما كانش علينا إلا أنه خاطر نخاطر ندخلوا حراقة في تقدير ندخلوا حراقة من بنجلاديش ندخلوا للحدود المخيم اللاجئين حراقة مخيم اللاجئين كان في الأراضي البنجلاديشية ولا في الأراضي بورما؟ مثل نص نص بين الحدود في النومانسلاند نص داخلين ومبلعين عليهم ونص قاعدين في الحدود من بنجلاديش فالدخول مستحيل لأنه مخيم بلعين عليهم العسكر ونحن نعرف فاتفقنا بعد مشاواراته كل جديد كما قال لكم الاختيار تبغوا الريسكو ندخلو نتاكلو على ربي ولا تبغوا فلا نرجعو ولا نشوفو كيف نديرو بعد مشاواراته كل جديد نحن وصلنا وصلنا الواحد لازم يدخل ويشوف المعاناة وينقل على الأقل معاناة إخوانا فاتخلنا بطريقة شرعية بطريقة شرعية بطريقة غير شرعية فكيف يقولوا فيها مخاطرة فاتخلنا المخيم بمجرد ما دخلنا المخيم ما كنتش في حياتي نتوقع أنه كاي الناس عايشين معك ما كنتش متوقع مخيم كنت نسمع على مخيم الفلسطينيين مخيم الأردنيين نشوفوا معاناة حتى الحياة في المخيمات هي حياة صعبة ولا يفهم هذا الشيء إلا من عاش في المخيم ولا يفهم هذه الحياة إلا من عايش الظروف الصعبة للمخيمات وما تعانيه من مشاكل ودي مخيم تعترف فيه وعر يعني مخيم تعترف فيه وعر يعني مخيم تعترف فيه وتتعب فيه تعمر الماء وانتأكل ما بينك هو المخيم تعترف هكذاك نازحين ولا تعهاربين من حروب ولا بارك الله فيك ما يعني كان منظر صعب اندهش طلبة الكلافيريتي ما تصورش أنو كاي الناس عايشين أدنى شروط الحياة لا تتوفر بهذاك المخيم أنا بالنسبة لي سميته مخيم الموت ليس مخيم الله الناس مساكين في حالة يرتلها وهذاك مخيم اسمه مخيم كوتي طالاند هو أكبر مخيم في العالم عدد اللاجئين في هذاك المخيم يفوق مليون لاجئ تخيل انتها مليون لاجئ ساكنين في مخيم 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 مليون راه مدينة مليون راه مدن مدن من ومنا مدن متروبول عواسم عواسم كما قالك تخيل مليون عايشين في ضيق مكان لطريق لقودرون لأخور عبارة عن خيم خيم من البلاستيك والقصب لا تقي لا من الحرب ولا من البرد ولا أي شيء الأطفال يلعبون عرات حوفات مساكين ما عندهم حتى شيء اللي جايين ما الحربوا هاربين بتشوهات خلقية بتشوهات يعني يعني اللي مقطوع دراعه مقطوع اللي مقطوع رجله مقطوع فالوضع إنساني كاريتي والله يا جماعة يعني لا أخفيكم أني بكيت أنا وجماعة اللي كانوا معايا بكينا ما قدرناش ما قدرناش يعني من هؤل المناظر اللي شفناهم لأنه تشوف حالات إنسانية تقول يا الله وراني عايش أنا وورا هم ناس عايشين أنا لما رجعت للجزائر وتم استجوابي من تلفز الوطنية وقالوا لي واش تقول رأيتوا هناك شعوب أبسط أمانيهم أنهم يكون عندهم هوية يكون عندهم باسبور يكون عندهم يعني حاجة انتماء أبك إحنا رعدنا باسبور عدنا نكوة هذة السؤال ما نشحسي بالنعمة تاحهم ناس صراحة مساكين قالاغي على جال باش تكون عندها هوية باش ينتقل مساكين معاهم ما عندهم لا أوراق لا حتى شيء فالوضع الصح كان كاريتي يعني فأدخلنا الله يبارك الجماعة اللي كانوا معايا من الناس اللي والله لا انتحيلهم كل مرة فوقفنا على المعاناة قسمنا دخلنا يعني المساعدة الإنسانية عن طريق جمعية هذه اللي كان عندها الترخيص من الأمم المتحدة تقريبا مئة وعشرين طن من المساعدة الغذائية دخلناها للمخيم وبعد وبعد فتنا لأنه فضلنا الشيوخ والأطفال فضلنا يعني فئة الشيوخ والأطفال بوكو بليس عطينا لهم يعني أهمية فكت نفحص نظور خيمة خيمة نفحص العائلات اللي يقولوا لي هذي العائلة مساكين فيهم شيخ مريض هذي فيهم مساكين طفل مريض هذي فيهم مرأة مساكينة معواقة هذي الله فكت نظور على الخيم هكاك بشوية بشوية نشوفهم ونقسم عليهم الدوا اللي جبتها معايا ومبعد نشوفوا يعني الحالات تحتهم وكل شيء فالحمد الله ربي قدرني أني يعني نشوف عدد كبير من المرضى اللي كان يقدر بحوالي 1500 مريض خلال التجربة هذيك وقسمنا عليهم الدوا وبعد نشأت علاقة بيننا وبينهم يعني أنا أصبحنا لا يتجزأ منهم يعني أصبحنا ناكلوا معهم عايشين ظروف تحهم يعني يعني ناس بزاف يقولوا لي العمل الإنساني فقط عمل إنساني يجمعها العمل الإنساني رأوا فيه تمرميت رأوا فيه مخاطرة رأوا فيه يعني تعيش ظروف رأوا فيه صبر 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 صبر يا حسراء وتحط هاشتاغ معا من أجل إنسانية واحدة وديرونا اللايكات ناس بزاف يقولوا لي ياسينا أدنا معاك يا لأخي يا جمعة ما هي سهلة ما حاسبنا بالشيء اللي رأكم تتوقعوه أنك رأوا فيه تصوروا وباش تقول بلين ندير في العمل الإنساني العمل الإنساني يطلب إرادة ويتطلب شجاعة كبيرة ويتطلب تحديات كبيرة فما تجيش من عدم صح رأيك جاوبت الإنسان اللي يجي يقول لك الديني معاك موش إنسان اللي يحوص يدير عمل خيري إنسان اللي يحوص يدير عمل خيري يقول لك كيف هنروح وريني كيف هنروح سمناكش هذا اللي يقول لك الديني معاك ما أنا رأوا متكلذاني هكذا كتروح يقول لك راح الديني معاك تاقي توريستيك ونمخيمات ايه لازم يعني حتى تخسير الكلمات ياس أنا نقدر الوضع تحكم كين الناس فيهم الخير حابين يعاونوا صح؟ ولكن يجهلون الحقيقة الأمور صح لما ربما لما ربما يشوفوك أنت هكاك مشهور ولا تفوت في يحس بوجات الأشياء هذه بالسهل ما شافوش وراء هذا النجاح لما كتبه على الإنسان أو لا الباركور وقدم تضحيات يعني نفسية ومادية وكلش باش يوصل لمرتبة معينة ما فلازم تقدم تضحيات مش يجيب السهل يعني اذا الإنسان كيما قال لها كيما خطراش من انتقادات في الكومنتير يقول لي اللي دي الخير ما يتصورش معاة آية فنضحك نقول له دي سبحان الله خطراش صاحب يرد عليهم قالوا بالصحة نظن اللي اللي حبي دي الخير ميرحش يريسكي بعمره يعني خاطر بحياته يعني اللي حبي يتصور يعني اللي حبي يتصور ميرحش يريسكي بعمره حتى الشهرة يا يسين هي في روحها السلاح ومضيحها الدين قادر الإنسان يستعملها لأغراض ذاتية ولا مدلا وحقه إذا كان يديرها في أمور مش عارف وشني وذاني قادر كما كنت أنا واحد معيباد مكشمع بك أعاد سمعت بك طريقة جزيرة وشكشف الإعلام محلي ونتظرك بك تستعمل في هذيك كما نقول هنا المنبر اللي عندك زيد توعي الناس بقدر الأخر بلك روكين عباد يراه وذرك يسمعنا ولا تبعك ولا من المتابعين تعب ولا شافك هدرت في التلفزيون ما كاش يسمع قابضي قاضية الرهنجة لأنها موعدتما إعلاميا ولا ينسمع بها عن طريق الإعلام بصحة حقنا مضخمة ولا حقنا مغلوطة كما قلت ما لأنه يأتي واحد إنسان ليلة أخرى هنا العكس من العكس حابين الناس الخير وليتشهروا حابين المشاهر تعناه يعدوا أطباء ويعدوا رواد فاضاء ويعدوا ناس خير ماشي اللي من والاو ايه ولي ايه هو أولا الناس اللي ما تشوفش هذي ما تفهمش بالليرة كان قادر مايرجعش رهما مش فهمينها بالليرة كان حقا مايرجعش كان قادر صحا مايرجعش واحد يتكون معرفة مايرجعش ويقولوه وهذا تريس كبير ويقولوه بالإنتر اللي يدير خير من الصور شي معا راني جاي نحكيكم لما دخلت للجزائر والتحقيقات الأمنية اللي واجهتها بالجزائر هذا شق واحد آخر من رجعت راني صدت مشاكل كبيرة مايش حاجة سهلة فالناس قلت لك بزاف يشوفو كيرهاكاك ميشوفوش المعانات وميشوفوش خلفيات العمل الإنساني وواش هي المخاطر اللي تسيبها فلما تخلنا وقلت لك وقدمنا يعني قدمنا العمل هدك وكلوش وربي قدرنا أننا شفنا المرضى واستطعنا أننا نقدم يعني ما قدرنا عليه انتهت المهمة تعنا وقلت لك أصبحنا جزء لا يتجزأ من مسلمي الروهينجا لأننا عايشناهم بتنا معاهم كلينا معاهم هدرنا معاهم كلش فهما ناس طيبين أنا في حياتي لم أرى شعب طيب مثل مسلمي الروهينجا ناس طيبين لدرجة لا تتصور ربما شاهدت الشعوب كثيرة في العالم ولكن أطيب من مسلمي الروهينجا يعني لم ترعيني فلما جينا مغادرين يبكوا علينا بالدموع يبكوا 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 علينا بالدموع لأنهم لمسوا فينا ربما يعني الأمل تاحهم ويقولوا لك من فضلك ما تنسوناش قولوا للناس معاناتنا انشروا صور توعنا انشروا القضية تاعنا لأنه هناك تعتيم إعلامي موارس فيما يخص هذه القضية فلازمكم أنكم انتم توصلوا صوت تاعنا وانا اندهجت أنهم يعرفون الجزائر ويقولوا لك أنتم بلد المليون شاهيد ويعني وماشاء الله مسلمين وكل هذه الأشياء فاتشجحهم فسبح الله تقريبا رحنا نديروا عمل إنساني وليكيب اللي كانوا معايا دي بروفيسيونال عندهم يعني عندهم ما شاء الله كان معنا الأخ حاجم النات اللي نوجه لها التحياسية رياليزاتور مخرج ومنتج رح معنا دير فيلم رائع على مسلمين الروهينغا هذا الفيلم راه متواجد في اليوتيوب وكلش هذا حاجم النادرك نعطيك الأخر تاعه ايه بعد عطينا الرابط ممكن حتى نحطه رابط بشتحطوه كلش فصور كل كبيرة وصغيرة حتى ننقل معاناة الشعب بتاع الروهينغا فصور كل المشاهد المأساوية الظروف المعيشية وكلش ودير فيلم وهذا الفيلم راهوا في اليوتيوب لكن بعد إن شاء الله نبعث لكم الرابط فالحمد لله الإكيب بتاعنا كان فيها يعني اندماج كبير وكان فيها تفاهم وكان فيها يعني ثقة وعشنا مواقف صعبة مواقف خوف مواقف فرح مواقف ضحك يعني كانت كانت أمبيانس يعني أخوة أخوة يعني لما كنا نفشله يجي واحد يطلعنا المراكمة محمد هذا قوي هذا الراجي لما يشوفنا تعبنا ولا يقولنا اللي كيب زي رواحكم ما بقى والو رنجبناها يعني تحسب هذه المتباصل كله بعد ما صبح الله كملنا قلت لك هما يبكوا وإحنا نبكوا ومبعد هما يبكوا ومبعد هما نبكوا ومبعد باش غادرناهم كان صعب أنك تغادرهم ولكن قررنا أنا وليكيب بتاعي باللي نعاودوا ونزيدوا المشاريع التواعينا تماما ونرجعوا الخروج المخيم كان سهل ولا ثاني كان صعب لأنه بحكم أنه تدخل الخروج كان الخروج الخروج أيضا كان سهل لأنه كما تعرف أنه كل منطقة كان كما نقوله الحراقة شت اللي حرقوك ما ملارمي 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 تتبع وتخلص تخلص وتخرج ولا تخلص وتدخل دائما كان وسيلة يعني في الحدود كعلى بلكم وصاص بسط لأنه لو تنتظر الأوراق والروح خاصة وكلش ما تنساش ليس كل ما هو قانوني أخلاقي مبارك الله عدد القانون هو في روحه غير أخلاقي وفي نهاية المطاف داروه بشر صح الإنسان ساعات يلقى لهم مخير إما قانون هكذا جائر وإما الضام يرتعوا أخلاقه مبارك الله أي كما يصير في المستقبل إن شاء الله فلما قلت لك قررنا ندروا مشاريع أنا والأصدقاء التعوي خاصة أنه عجبتهم الفكرة تعالى المجال الصحي لأنه أول مرة يروح طبيب أول مرة طبيب جزائري يصل إلى مخيمات الروهينغا وكطبيب عربي أيضا لأنه ما كانش طبيب أوصل لهذه المنطقة ما عدا منظمة أطيباء بلا حدود واللي لو بول تحت ولكن واش تكفي يعني منظمة أطيباء بلا حدود في مليون لاجئ تخيل انت يا حاطين في البول ثم حاطين كيما نقولون خمسة أو لستة على الميتة واش يديرو في مليون شخص يعني فكانت يعني معاناة فسبح الله طررنا درنا باش نديروا مشاريع ونرجعوا يعني بماشاريع تكون ذات منفعة عليهم ونزيدوا ننشروا قضيتهم في الإعلام ونزيدوا نوصلوا الأصوات تحهم وبالفعل هذا الشيء اللي عملنا من أهم المشاريع أننا بنين لهم مئة سكن زائد مدرسة قرآنية زائد مسجد وحفرنا عدة آبار لهم هذا بفضل يعني المحسنين لأنه عدنا محسنين عدنا لي دوناتين ربي كالترخيرون في أوروبا فخطرتش من حطو يعني نوبجيكتي تعسي كونت من الأغو والله في ما يتعداد شهر ربي يعني يباركنا وناس يتبرعوا والأمانة يعني توصل الأهل فسبح الله اللي كي بتاعي يعني تمكنت من بناء قرية بمئة سكن ومدرسة قرآنية وعدة حفر عدة آبار وكل هذه الأمجر أنا حلمي هو كان بناء مستشفى لهذه الفئة يعني المحرومة وكل شيء فاتصلت بالإخوة وتفهمنا وكل شيء الحمد لله يا ربي تم يعني المسادقة على المشروع هذا وهم أعطوا يعني أعطوا أعطوا اسم المشروع يكون مستشفى الدكتور ياسين عبدالجبار يعني يكون مخصص للمسلمية الروهينغة أنا يعني أنتم ماركوا من الأوائل اللي أراني نعلن المشروع أمامكم يعني ما زال ما أعلنتهش على الميديا وكلش فأنتم من الأوائل اللي أركم يعرفوا بالمشروع إن شاء الله رح يكون مستشفى دكتور ياسين عبدالجبار اللي يكون مخصص لمسلمية الروهينغة الحمد لله هناك متبرع شراننا اللاسيت يعني شراننا القطعة الأرض اللي نبنو عليها المستشفى واللي هي جاية في المنطقة الحدودية بحيث تكون قريبة المسلمية الروهينغة وتكون قريبة البنجرادش باش ندو المعدات كل هذا فنحن نكملنا مع الأوراق مع وزارة السحاب بقي يعني رتوشة قليلة بقي بعض الوثائق ونكملوا إن شاء الله فالمشروع رح نعلن عليه إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله ونبدو في جمع التبرعات وعدنا أوجيكتيف أنه نديروا طروة سيرفيس مهمين لا شيريجي لا بيدياتري ولا جينيكولوجي رح فهم يعني هذو الأشياء المهمين وراني نحضر في آن بروغرام لقوافل يعني القوافل الطبية بحيث أنه بحيث أنه كل يعني ندير آن بروغرام هذو البرغرام يشمل كل إنسان طبيب حاب يتبرع نوفره له السكن هذا السكن يكون بجانب المستشفى بحيث نديروا يعني على مدار السنة هذو المستشفى لا يخلو من الآطبة يعني عدنا ديزيكي في كل شهر يجونا ديسبيسياليج جينيكولوج فيدياتر شيوريجي ميدسان جينياراليس المستشفى رح يكون في صفحة تاعك نظن بهك أي واحد حاب يتبرع أو لا يعني مثلا أطيب اللي رح متخرجين جدد ولا أطيب اللي رح مقدموا في طر العمل حابين يتبرعوا يجووا يديروا مثلا أسبوع أسبوعين شهر شهرين يلقوها في صفحة تاعك يلقوا كل المعلومات في صفحتي عبر الانستغرام دكتور ياسين عبدالجبار ولا صفحتي عبر الفيسبوك دكتور ياسين عبدالجبار نحطوا الرابط من بعد إن شاء الله في الانسكريبشن تاع يوتيوب ولا في البودكاست إن شاء الله فالمستشفى هذا رح يقول لك يكون فيه أهم التخصصات وخلال البروغرام تاع العام كل شهر إن شاء الله بإذن الله هناك أطباء متطوعين اللي دايما يتصلوا بيهم اللي يحبين يديروا العمل الخيري ولكن لم تتح لهم الفرصة لأنه الناس بزاف ما تعرفش العمل الخيري والتطوعي إن شاء الله هذا رح يكون منبر لأي إنسان حبي يدير الخير وتكون له فرصة وتجربة باش يعني يدير العمل الخيري فإحنا نناسق مع الوزارة الصحة في بنجلادش من أجل يعني الفيزا تحد الأطباء من أجل يعني أوراقهم من أجل إقامة تاحهم وكل هذه الأمور فالحمد لله إحنا ماشيين فيها يعني كل و هل إيه بذلكم الصحة ولا رأيكم تخدموا في خدمات على الدول ومنظمات عالمية وهل أنا كما يقول هنا تقدمتوا بطلب بقل دول سواء العربية والمسلمة والغربية بخصوص هذه عاونوكم خاصة أنهم معدوموا الوسائل والله إحنا تقريبا المبادرات اللي كتر خير الشعب اللي واقف معنا يعني في ناحية لدوناسيون وكلش جسكا متنون رعدنا فقط لبلاتفورم تاعنا وين لنصوا دي كانيوت اكسترا ولا الموقع تاعنا تاع الاماب ولا جووزام الناس المتبرعين الحمد لله نستعملوا أنا مش رسبونسي على التبرعات ولكن صحابي كي ما نقول لحنا عندهم الريزول تحموا كلش بمجرد ما خطراش ديري للسيسيم تاع البغيناج يعني كل واحد نحتفل بيتيم ولا يتيمين يعني وديري الله كي ما نقول لحنا في الشهر يمد 60 اوغو هذيك 60 اوغو راي تكفل يعني 30 اوغو لكل يتيم فكيلي يقولنا نتكفل بعشرة ايتام يعطي 600 اوغو كيلي يقول لك بيتيم 30 اوغو فدينين هذلو سيستام بحيث كل الاخر شهريا كينا كوطة تحت هذو كمساكين تاع الايتام اللي الناس متكفلة بهم شهريا يعني هناك ناس متكفلين احنا احنا يعني في المحافل الدولية في اوروبا خاصة المحافل التي تعلق بحقوق الانسان وتتعلق يعني بالقضايا تاع الشعوب المستضعفة دايما نقدموا ملف الروهينغا وعدنا الاخ نوردين والاخ محمد هما يعني البرت بارول هما اللي شديد الكومينيكاسيون فهما اللي يتحدوا عن الواقع هناك ودايما يحاولوا انهم يعني يعرفوا بالقضية يعني تاع مسلمي الروهينغا والحمد لله لقينا صدا كبير بعد ما كم مننا قلت لك رجعت والقضية بعد ما نشرت الصور عبر مواقع التواصل الاستماعي وعاوت تحييط القضية من جديد تم الاتصال بي من جميع قنوات العالم لانه القضية حساسة واول طبيب جزائري يصل الى مخيامة الروهينغا يحكي على الواقع المعاش هناك والظروف الاخر فكان عندي لقاءة مع الجزيرة مع الحرة مع قنوات عدة يعني في العربية لانه الموضوع حساس والناس حبت يعني تتعود انه تتناولوا من جديد لانه كان فيه تعتيم اعلامي وكلش فالقضية نوعا ما يعني رفعة عن هال كما نقول احنا الغيطاء صارت تتناول في السوشال ميديا بلا من تحتوا على تقريبا كل الصفحات العربية والجزائرية تناولت الموضوع هذا مسلم روينغا والناس تعرف هذا شيء لما رجعت لعلى الجزائر ومن نجيت الجزائر ناداني وزير صحة قال لك ياخو اقدرت نال وبرز انت ياكي فاش رحت الاخر بلا ما تشاورنا بلا ما تشاورنا نقول ليش خرش من خرش تعلمت من هذك شمي كمي لا أنا أنا نورمال لأنه أنا رحت رحت في فاكونس فاكونس تعي نقدر نفوتها في أي لحظة أنا نبغي نفوتها في بورما ولا نفوتها في الموزنبيق أنا ما خليش خدمتي ورحت يعطيك الصحة ولو يتفهم علي قالوا لي شرفت الجزائر وهذا فخر لنا ويعني هناك غيرت صورة الطبيب الجزائري وصارت كل الصحر تحدث عنك والقنوات وهذا يعني شرف لنا ولكن نعاتبك أنك لم تخبرنا وتقولنا على الأقل تعلمنا فإجابتي كانت صريحة قلت لهما أنا كنت عايش في عين قزان لا لكم ما دخلوني شرع راو كان عد اللاجئين الجزائريين في الجزائر وسمعوا شبه بارك الله وفق راو زوبير افهمها أنا قلت لها جاوبت المستشار المستشار الأول وزارة صحة قلت له يا سي فلان قلت له أنا كنت عايش في عين قزان قلت له بعدت لكم 14 روكات على قضايا على الصحة في الجزائر جامعة رديتوا عليها في الجزائر ولا مرة رديتوا عليها كل خطرا لكم دموت كل خطرا لكم شكاوي على الوضع الصحي في تمارس الوضع الصحي في عين قزان على المعاناة على الأطباء على الطريق التي ندوها على لزنبيلونس كل المشاكل طرحتها ولا مرة قلت له أروح نفتحه الحوار دكتور ياسين عبدالجبار ماذا بيك تقولنا على أهم المشاكل وأهم الحلول التي تقترحها باش يعني ندروها ولا مرة رديتوني وانظر مكش أول واحد تاني اللي بعث لهم أنا عارف أطباء اللي رأى أمرك كبار وكذا مساكين رأى أطباء مساكين شرفوا خرجوا لاروترات ضروك لم تلبى مطالبهم ما بلوك ياسين اللي جاي عدك جديد ومتخرج جديد وانظر قالوا لي لو كان صرار لك حبسة في الآخر ولا نحن نتحمل المسؤولية وكنا يعني كشما كونتاكتونا الدول ولا عفسها فانصيبوا في مشكل سياسي مشكل آخر يودي قلت له أنا كنت في بلادي كنت غريب ما رديتوش عليها دافعوا ليا في دول الله ما رأيك لا يوجد شيطر يا جماعة قلت له قال لي يا دي الله ما شيهاك ومنه كان أمور نترك صغير وما كش عارفها يا دي وقلت له يا السيد المستشار أنا قررت تخطيها والقررت على الإنساني العمل سيما نحتاج إنسان نشاوره هذا حبيت ندير العمل تطوعي ندير بدون نشاور أنا والدي يوم شاورتهم فما بلوك أن نشاور وزارة ونشاور ما نشراح في إطار دولي ووطني لكي نشاور ميسيون من عندكم هذه اللي حبيت مفوتهم ديتهم في رمضان حبيت مفوتهم في بورما من حقي نظن أنا مسؤول على روحي حتى لو أصر لي حتى حاجة في بورما أنا مسؤول على روحي ومن بعد رك عارف تحقيقات الأمنية يجو للدار مشكون هدى السيد هبلوا دارنا على بلك في البوليس كل خطر يجو بعدما لأنه بعدما كما نقول القنوات الدولة هذا الموضوع أو لشوية موضوع حساس يعرفوا يحبوا يعرفوا كنتا شكون وين قريت وشكا درت ومننا وهذا السيد أسكوكين مننا مكاش مننا ركس الحمد لله ولكن الشيء الإيجابي في كل هذه القضية أنه استطعنا أن نرجع القضية للواجهة ونقول باللي كان فئة مسكين مستضعفة اللي هما مسلمي والحمد لله عادت علينا بالخير لأنه ناس بزاف عارفو ناس بزاف مضامنين معنا وناس بزاف يعاونونا بالمناسبة وجه لهم تحية إلى كل إنسان يحب الخير ولكل إنسان أمن فينا ويعني ساعدنا ولو بدعوة الخير أنا هذا الشيء اللي نتمنا أنا خطراش نشوف نشوف يعني تقريبا هذا هو هذه كانت من أجمل تجارب تاعي الإنسانية مع المسلمين كنا حابين نرجعوا ولكن للأسر صرات الكورونا وكل المطارات تغلقت في العالم وكل فتقريبا كل المشاريع التي وعنا تسيسبون إلى إشعار آخر إن شاء الله بمجرد ما تفتح الأمور وترجع الحالة إلى طبيعتها إن شاء الله رح نرجع ونحق المشاريع إن شاء الله حتى ورى مؤخرا سرى انقلاب في بورما انقلاب عسكري صح ما علي بليش ذك التبعات وعلى المسلمين هل راح تولي أسوأ ولا ينسى والله هذا اللي نخافه لأنه كما تعرف أنه الإنسان اللي حاكم هذه البلاد هي التي كان تعطي الأوامر من أجل التطهير العرقي للمسلمين وهي المسؤولة الكبيرة عن ما يجرى الإخوان المسلمين وهناك عدة منظمات دولية وزمعيات تطالب بملفها في محكمة لاهاي الدولية على جرائم الحرب التي مورست هناك فملف هارة وملف قاوي ولكن هناك نفاق من ناحية نفاق سياسي كبير لأنه مدولها جائزة نوبل للسلام كيف تعطي الإنسان نوبل للسلام وهي عندها أربعة مليون لثلاثة مليون يعانون في صمت ولا أحد يعني يسمع فيهم فهناك نفاق دولي وكما تعلمون ولا يعني أي واحد يعرف أنه يعني لما يكون عندك قوتين تحكم العالم ف سحي رأينا حتى تلاحظها يعني حتى الغربيين من جهة يتباكوا على مسلمين أي غور معناها الصين مش حبا فيهم ولا قضيتهم إنسانية بمثلقة أنه قال شارينها للصين ترامب ما يتفهمش مع هذا الشي مش عفتي ف يشارينه القضية قال يودين ترك كلما كانوا مسلمين وكانوا حاجة أخرى قال لك رأيكم تأكلوا في الكلاب ولا رأيكم تكتلوا في مش عرفوش ديرهم قضية سحفي هذه قضية عادلة ولكن كما قلت قضية مصالح كذا ما راح لهم إضافة برك خفيفة نظل أن الوقت قريب يدامنا الوقت رأي دامني رح نحكي رفيد ما على الاركور بعدما رجعت الجزائر وكل بعد كنت لك تواجهت لألمانيا لكي ندير بفرصة هذه لأمريكا فيما يخص المجال البحث العلمي اللي هو الفوزدوك فجيت هنا نيويورك ويعني ما كانش عندي يعني ديراية كفاية على البحث العلمي وكلش فجيت نتعلم هنا البحث العلمي وخاصة في مجال يعني أبحاث الأمراض القلب والأوعية يعني كارديوبسكولار فدخلت للمستشفى هذا اللي اللي ختمت فيه اللي هو واللي هو يعني من أكبر المستشفيات في نيويورك وتقريبا في العالم البحث تعمل على تخدم على تخدم باللغة لنفهموها الله الله نرى نرى رح نبسط الأمور باش المستمعي يفهمها العروق تعلق القلب عدرنا كما العروق المبوشين في القلب وعلى يعني القصبات الهوائية لما يعني يصل لهم تليف تليف يعني يتبلعوا بسبب يعني وجود أنسيجة هذوك الأنسيجة ليغلقوا القصبات الهوائية وبالتالي يعني يديروا مضاعفات على مستوى يعطوا فشل قلبي الأيمن ويعطوا يعني فشل رئوي والإنسان بطبيعة الحال يموت يعني في وقت قصير فالبحوث اللي نعمل عليها إحنا هي نحاول أنه نكتشف الجينات المسؤولة عن هذه التليفات العصبية التليفات أو الأنسيجة التي تأتي يعني في القصبات الهوائية واللي تعطينا رومودولاج يعني فسكولير وتعطينا أيضا فشل قلبي فهذه البحوث يعني الحمد لله مراحل الأولى نجحت يعني في الحيوان فقيا المراحل الثانية اللي راح تمر للإنسان إن شاء الله العلماء راهم ما زال يبحثوا في هذا المجال أنا مهمتي في هذه البحوث يعني ندير الجراحة تحت المجهر تحت المجهر فهذه جراحة من الجراحات الصعبة فندير دي موديل هذلي موديل هما يعني باش كما نقول نفروفوكو المرض ومن بعد نعطوه يعني نعطوه الدواء باش نشوفوا يعني تأثير الدواء اللي عدلناه ويراثيا على وظيفة القلب والرئة وهذه تديرها على أعضاء ما شاء إنسان نديرها على حيوانات حيوانات ونديروا نخدم على ربعة على موديل وانا وظيفتي نخدم على الرئة وعلى القلب يعني العملية اللي نديرهم نديرهم على القلب وعلى الرئة ستعرض باش نديروا كمين بزاف لموديل اللي نديرهم اللي هما ن مانكطومي يعني هذو أسماء علمية وربما المتلقي ما يسمحهم ونحاول أننا نجد علاجات لأهم الأمراض المستعصية والتي ستؤدي إلى الموت للناس الذين ينساكين الضروف لا ينقاوا لها دواء كفاحة واحد من الجزائر يكون من الجامعة الجزائرية يقدر يدير البحث العلمي في المستشفيات والجامعات الأجنبية هل ممكن يفوت مباشرة ولا هل لازم يدير معني تخصص ولا وش لازم يجربة سؤال ثاني ثاني نربطه في سؤاله نظر أنك لا تجزائر أنه تكون تاكفل طبكا بالفرنسية كيف هكذا تاكفل إنجليزيا ألاحظ أنه صعوبات ولا كنت تعلمت وحدك أكيد أكيد حد الآن أننا نتعلمه لأنه إحنا درسنا بالفرنسي كما تعلم ولما تجي المريكان فالمريكان كله كلها بالإنجليزي ولكن طب يبقى طيب سواء بالفرنسي ولا بالإنجليزي يعني أهم المفاهيم ره هي يعني مرسخة سواء تقرأها بالعربية ولا بالفرنسية ولا بالإنجليزية مفهومة إذا نهضوا على الميكانيزم ولا تعلق القلب فتقرأها بالفرنسي ولا تقرأها بالإنجليزي حتى أنتم معدتكم الأسماء باللاتينية بزاف باللاتينية تقريبا فهذا مشكل كبير ونتمنى أنه ينحو علينا اللغة الفرنسية لأنه غبنونا وقرأونا عشر سنين ولا بيها أروا ما عندنا ما ندروا بيها خلاص وما نستعملوها جدا في حياتنا وما عندنا تحاجة نقرأوها يعني بالأخو فالباحث الجزائري لما يجي على أمريكا يتعب بزاف مع الإنجليزي يتعلمه بشوية يعني يعود قاعد يتكونفرسها يتسويتشها يعني بعدما يكان يفكر بالفرنسي واللي يفكر بالإنجليزي وكلش فتجد صعوبات من ناحية الكتابة من ناحية يعني قراءة المقالات لأنه كنا نحن نقرأ بالفرنسي المقالات العلمية فتولي تقرأ بالانجلي ولكن أظن أنه العقليات حاليا أصبحت بكو بليس لانجلي يعني يشوف ليزي تيديو ما شاء الله رام يقرأوا بالانجليزي بالناصر رام يقرأوا بالانجليزي لأنه عرفوا بلي هي لغة العلم من هذا المنبر ومن خلال بودكاست نشجع الطلبة أنهم يقرأوا الطيب بالانجليزي لأنه الفرنسي ماهوش المستقبل كل العلوم وخاصة البحث العلمي في أمريكا يفوق بسنوات كبيرة حتى أوروبا ما بالوكا يعني الجزائر فأهم المقالات العلمية في البحث والطب يعني مصدرها أمريكي يعني نمبر وان حتى نكون صريحين من ناحية البحث العلمي أمريكا المجال الطبي يعني متطورة كثيرا كيف أنه لطبيب جزائري يجي على أمريكا يدير البحث هنا ما كناش نعرفوها وللأسف ما كانوش يخبروناك جزائر باللي أنه الطبيب يقدر يكون طبيب باحث يعني ويكون ويزاول مهنة تعوي نحن كنا نشوفه ببرك الـ PHD ولي يقدر يدير البحث ولكن الـ MD اللي هو ميديكال دوكتور يعني اللي هو طبيب يقدر يدير البحث هذي تشوفها في الزوفر بمجرد ما تدخل الزوفيتو ولا عفسة ولا تشوف لقابل يطالبي ركومونداتيون على رشاشة هذي يكون عنده PHD ولي يكون عنده MD يعني ميديكال دوكتور ففي الجزائر ما قررناش حاجة يسموها البحث العلمي ولا مرة طلبوا مننا نديروا بحوث علمية ولا مرة يعني عدناش مخابر متخصصة في البحث العلمي خاصة اللي تكون عندها حلقة بيئة الأمراض يعني من المستشفى كين الجانب بتاع البحث العلمية احنا للأسف ما عدناش هذي شي فهنا في أمريكا لازم كل طبيب يكون عنده مشروع بحث علمي ويكون عنده حتى يتمكن يعني باش يعطوه يعني ترقيات وباش يدخل تخصص معين ولا باش يقدر يفتح مختبر لابوراتوار وكلش الناس هنا تجدهم من اللي يكون إيتيديون يعطوه يعطوه عامين يروح يدير البحث العلمي ويخرج أرتيكل وهذاك الأرتيكل ينزاد له في الزي بيتاعة حتى يتم قبوله في كلية الطب فهنا يشجعوا البحث العلمي بكثرة فالحمد لله أنا بعد ما تعلمت الجراحة بما يخص يعني على الموديل هذه الحيوانات نسبة النجاح أولادت عندي كبيرة يعني كبيرة كبيرة مما يعني خلّى ثقة الدبارتموت الكارديوبسكولار يبعثوني لانازا بعثوني لانازا لمدة عشر أيام لأنه عدنا كولابوراسيو عدنا بروژي دو ريشيرش معهم هذا البروژي دو ريشيرش يتعلق يعني بتأثير الأشعة هذا الاسباسيال هذا اليرادياسيو هذا الاسمي كريز هذا على تأثيرهم على الجهاز الكارديوبسكولار فيبعثوا حيوانات هذه الحيوانات يبعثوها ندير ستة شهر في المدار المريخ ويعود يهبطوها لما يهبطوها نحن نديروا عليها السيرجوري ونديروا كوليكتة للزورغان ونأتيدوا هذوك الزورغان يعني نشوفوا تأثير تعلق الأشعة هذوك الفضائية على القلب وعلى الرئاق فالحمد لله اكتب لي ربي أنه يعني كانت من أهم محطات حياتي أني نروح للنازا ونتلاقى معاليز أسترونوت ويعني أنا جاي من الجزائر نقول صبح الله يعني الواحد ما يحقرش روحها ما لازمش يحقر روحها فالحمد لله رحت وكانت عندي الله يبارك خبرات يعني درت حوالي 250 حيوان تقريباً درت عليهم تجارب كلش فحقق يعني عمل رائع وتعرفت على مختبرات البحث العلمي في لانازا لأنه لانازا عندها الفيزيائيين وعندها الشقة على الأطباء والبحوث بروك هافن هذا يعني المختبر المسؤول على الأطباء والبحثين والبروفيسورات يعني ما شاء الله في أهم البحوثات التي تتعلق بالنازا وهذه السنة ثانية اللي يهملوها البشر يعني الناس كثير من الناس سقسي يقول لك وعلى هم يبعثوا مش عارف مسبار للمريخ ولا يبعثوا الناس للفضاء هاي الهوب الفقار أعلم في الأرض مش عارفين بالنازا والتكنولوجيا اللي اكتورتها النازا للبحاث الفضائية راه يدوي في الأمراض حالياً صح بارك الله فيك أهم أهم البحوث في نازا راه يدوي أمراض كما قلت وعندنا نوردي مليك شي مساهم في عدة براءات اختراع فيما يخص عدة أمراض يعني تتعلق بأمراض في طب العيون ولا في عدة أجهزة أخرى فما شاء الله يعني لنازا متطوريه بزا بزا من ناحية البحث العلمي خاصة الطبي فأنا لما دخلت مختبراتهم اكتشفت أشياء رائعة يعني هناك مختبرات عالمية باش تدخلهم يليق لك أنكات يليق الـ FBI يليق بزاف سؤال فالحمد لله كان لي شارب أنه يعني تواجدت مع نخبة من الباحثين هناك وطورت يعني من السكيلز التاعي فيما يخص الجراحة والحمد لله كانت خبرة يعني ما شاء الله أني ساهمت في الأقل في بحث من أهم البحوث اللي راح تساهم يعني في انطلاق ديزاسترونوت في الـ 2024 إن شاء الله فالمشروع ما زال راه قائم والحمد لله ما زال رانا نتعلمه يوميا رانا نتعلمه مع يعني مع مع الحياة وكما تعلمون أنه البحث العلمي طويل أما أن تختار البحث العلمي وتكمل فيه أما أنك تعاود ترجع يعني تبراتيكي للطب بتاعك وهنا باش تبراتيكي للطب بتاعك في أمريكا يليق لك تفوت أنيكزامي سموليا سمالي يعني هذا الامتحان تعال اللي خليك تدي شهادة المعادلة وتدخل التخصص اللي رك بغيه فالحمد لله الواحد دار خبرة تعال البحث العلمي ويعني وساهم في في مقالات علمية ومزارا أن تعلمه دايما نقولها إن شاء الله لزوبجيكتيف توعنا أنه الإنسان يحضر لامتحان تخصص إن شاء الله مستقبلا بعد ما ينهي من البحث وليما لا إذا ربي يكتب أن الواحد يدرغى تخصص يعني مليح وإن شاء الله نساهمه دايما يعني سواء في العلم ولا في العمل الخيري ولا التطوعي ولا شكرا جزيلا يا سين على بنا بني رك قادر عليها مجموعة للناس يجيك سائر هذا التخصص إن شاء الله واللي ما عنده الخوف وعنده الرغبة إن شاء الله كل على بنا بني برك الله فيك يا ياسين شكرا جزيلا على بنا ذاق الوقت ولكن هذه تح البحث الحلمي نخص لها حصة وحدة وحلقة وحدة لأنه البحث العلمي في مجرد طيب ممكن في الجزائر ما هو معروف ياثر معروف مثلا ممكن في الخارج ممكن التجربة تحك قادر تفتح باب لناس وحدة آخرين أنهم يروح يديروا البحث العلمي ويروح يديروا في جماعة خاصة وأنه درت علاقات مليحة يعني مع بروفيسورات وكل هذا الشي يقولوا لي دايبن ياسين احنا مستعدين أنهم نروحوا للجزائر في إمكانيات ولا يعني نقدموا مساعدات وكل هذه الأشياء الله غالب احنا كجزائريين احنا مغبونين بالفيزا يعني دايبن محصورين بالفيزا وكل هذه الأمور ولكن إن شاء الله نتمنى الخير وأي إنسان حابين نقولوا له من المنبر تاكم اللي هو قسرة مع الزبير وطهة في اثنين نقولوا لهم باللي يعني نتخافوش وما تخلوا حتى واحدين نقص من القيمة تاعكم وحتى لا ما عرفش مشي عيد وكلنا نخطئ وكلنا نتعلم وما دام تقدر يعني خلي خلي الحلم تاعك يكون أنك توصل للقامر دايما كبر طموحات تاعك وما تخاش وما تقولش أنا نجاي من تيباتلان ولا نجاي من الصحراء ولا نجاي من أي بلاصة رانا جينا من كل يعني البلدية صغيرة ويعني لكن الأحلام ما عندهاش حدود فأنا أوجه من خلالكم وخلال مبوكو إلى كل طلبة طيب حافظوا على إنسانيتكم أولا حاولوا أنكم تقرأوا حاولوا أنكم تكونوا ميهنيين وإنسانيين وحاولوا أنكم يعني تكون عندكم ثقة بنفسكم وإن شاء الله نتمنى أنه يعني القطع الصحة في الجزائري تطور وإن شاء الله بسواعد الشباب اللي رحهم جايين مستقبلا إن شاء الله يفتحونا المجال والأقل نساهمه ولو يعني بلابينة صغيرة في بناء إن شاء الله منظومة صحية قوية وأنتم نشكركم في نهاية الحوار على كل ما تقدمونه لأنكم ما شاء الله قدمتوا يعني عاما رائع خلال فترة الكورونا والمجهودات الجبارة اللي قمتوا بها يعني لا أحد ينكر جميلتاكم خاصة أنه أنه البلاد كانت محتاجتكم وديتوا من وقتكم وديتوا من يعني من يعني ماديا ومعنويا وضحيتوا وقدمتوا مشاريع ما شاء الله في المستوى التي ستكتب لكم في التاريخ يوما ما وما زركم تساهموا من خلال نشر الوعي ومن خلال استضافة يعني أشخاص مهمين وشباب وتموتيبوا الناس دايما للمضيء أماما فنشكركم ويعطيكم شكرا يا سين برك الله فيك وشكرا على كل هذا الحلقة اللي كانت رائعة جدا وافتشفنا فيها جوانب اللي ممكن الناس ما على بالهم فلكل اللي شاف يا سين ممكن كان يعني تفاصيل اللي ما ذكرها من قبل ولا اللي ما كانت مصورة ولا موثقة على بالهم بهذا الحلقة وخصوصا ثاني أنك علنت على المستشفى اللي إن شاء الله رح يكون فيه يكون مستشفى الدكتور يا سين عبد الجبار ربي وفقك برك الله وفقك على كل ما قدرتونا وهي صراحة أنا راني كما يقول مخلوع أنه كان إنسان من جانب يعني العمل اللي هو مثلا في أمريكا ومن الجانب الإنساني قادر يوفق بين الاثنين وقدر ينجح في الاثنين فصراحة نقول لك ربي يحضك من عين إن شاء الله كون يعني يعني مثال الناس اللي حابين ينجحوا أنه ولا واحد يقدر يتوقف على أنه يقدم النجاحات في الجانب الإنساني فذا ما يمنع أنه الإنسان يكون ناجح في الجانب العملي وفي الجانب الإنساني ما كانت يعني تاضى ربيناتهم وش رح يضحي بقته كما قلت كما في الكوفيد كان الواحد يقدر أنه يوفق وشفنا أنه ثاني ربي كان يعطيك التوفيق من هذا الجانب أنه لما تحب الخير ربي يوفقك في الاثنين في الخير وفي العمل يعني يفتح لك الأبوب اللي أنت ما كنت تتمنها كما قلت أنت ممكن كان يتحب على معادلة في ألمانيا ونفتح لك ربي باب ونذهب إلى المونت سيناي ونفتح لك ربي أنك تخدم مع الاثرونوت يتوكل على ربي ويدير اللي عليه ويخدم وتوفيق من عند ربي شكرا جزيلا ياسين نحن لولا الكريم الأخير الزبير صحيح ياسين برك الله فيك لبت الندعوة وسمحنا شفية طوالنا عليك والله من قادرين نزيدوا ساعتين عادي نعاودوها والمرة جيرة بكش نجيبهم معنا بالحق نجيبهم مستشوي السين في روحهم مستشوي السين رب جبار هو يتكلم معنا إن شاء الله مراجيك يقعد مستشفى نكون جسداء على أرض الواقع إن شاء الله إن شاء الله مستشفى الخير رح يبقى يعني وقف لله يعني أنا دائما نقولهم لا نريد لا جزاء ولا شكرة نحن فقط الواحد عنده رسالة يقدمها في هذه الحياة أنه يعني إفعل الخير ونصريب لا نريد لا جزاء ولا شكرة فقال الإنسان يدير الخير وينشر ثقافة الخير للناس وكنا يعني هم فاتوس موغي غنجوغ فالإنسان يخلي البصمة تعوم ليحها والبقاء لله كما قال صح صح نرى الحاجة اللي كما نقول يخليها للإنسان أعمال تعوذي نرى نرى نحن إلا قطرة في التاريخ البشرية شحال 60 ألف عام ونسبعين ألف من تاريخ البشرية الحديثة أنا ركت ساكي ما يقوله بليب هكذا بلق وتروح الله يعني الإنسان العالم يستمر بيك ولا بل أبيك يعني الإنسان يخلي بصمة يقدر عليها والثاني باش نوره قال للشباب اللي ممكن يسمع فينا قال هاو من تخمارة النازا يعني التلميذ رابي قرأ بلك في الثانية وقرأت في أنت ولا كذا يتقل يقول أنا كيف حب نولي بلك رأيت فضاء ونحبي طبيب لا لا ممكن هاو الإنسان إنسان جد وثاني حتى يقدر أنك تدير حاجة زيادة اللي هي العمل تطوير عمل الخير وتنفع وثاني مش لازم قاع نكون طبا باهن تقدموها على الزيادة الإنسانية قادر العمل الخير كما قلت بالمال قادر تكفل يتيم 10 أورو 20 أورو بدرهم تزير شحال 300-400 ألف بلك حتى 500 تغير حياة هل تطفل في بورما ولا في بنغلاديش ولا في أستراليا ولا في بريش وين الإنسان اللي حبي الخير يقدر يوصل له كما قلت تقبيلح الشي يروح الواحد يقول أديني معاك لا لا يحبي الخير يسخصي الناس إذا ما يعرفش وطريق لهم مره يطريق باش أن أنسعت شكرا جزيلا مرة أخرى يعطيك الصحة وحوار جدا مشيق وإن شاء الله لنا لقاء آخر مستمعين الكرام وشكرا جزيلا لبقيتم معنا إلى هذه اللحظة نعدكم إن شاء الله بحلقة أخرى في القريب العجل ترى فروحكم معتلك الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته